بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناقفة أن تقدم لكم هذه الماتفة تفسير سورة البقرة لابن كثير وقال الأوزاع القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر من ما ساق إليها قلتم ويستدل لهذا القول بما تقدم من الرواية قتادة عن عكرمة عن ابن عباس في قصة ثابت ابن قيس فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد وبما روى عبد ابن حميد حيث قال أخبرنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها يعني لمختلعة وحملوا معنى الآية على معنى فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من الذي أعطاها لتقدم قوله ولا تأخذوا مما آتيتميهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أي من ذلك وهكذا كان يقرأها الربيع ابن أنس فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه رواه ابن جرير ولهذا قال بعده تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فصل قال الشافعي اختلف أصحابنا في الخنة فأخبرنا سفياني عن عمر بودينار عن طاويس عن ابن عباس في رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد يتزوجها إن شاء لأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان قرأ إلى أن يتراجع قال الشافعي وأخبرنا سفياني عن عمر عن عكرمة قال كل شيء أجازه المال فليس بطلاق وروا غير الشافعي عن سفيان بن عوينة عن عمر بن بودينار عن طاويس عن ابن عباس أن ابراهيم بن سعد ابن أبي وقاص سأله فقال رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه ألي تزوجها قال نعم ليس الخلع بطلاق ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها والخلع فيما بين ذلك فليس الخلع بشيء ثم قرأ الطلاق مرتان فإن ساك بمعروف أو تسريح بإحسان وقرأ فإن تنوقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وهذا الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما من أن الخلع ليس بطلاق وإن ما هو فصخ هو اللاية عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر وهو قيل طاويس وعكرنة وبه يقول أحمد بن حنب وإسحاق بن راهوين وأبو سير وداويد بن علي الظاهرين وهو مذهب الشافعي في القديم وهو ظاهر الآية الكريمة والقول الثاني في الخلع أنه طلاق دائم إلا أن يني أكثر من ذلك قال نالكم عن هشام بن عرية عن أبيه عن جهمان مولى الأسلميين عن أم ذكرم الأسلمية أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن خالد بن أسيد فأتى يا أثمان بن عثان في ذلك فقال تطريقة إلا أن تكون سميت شيئا فهو ما سميت قال الشافعي ولا أعرف جهمان وكذا ضعف أحمد بن حنب هذا الأثر والله أعلم وقد روي نحوه عن عمر وعلي وابن سعود وابن عمر وبه يقول سعيد بن مسيد والحسن وعطاء وشريح والشعبي وإبراهيم وجابر بن مزيد وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي وأبو عثمان البتي والشافعي في الجديد غير أن الحنفية عندهم أنه متان والمخالع بخلعه تطبيقة أو اسمتين أو أطلق فهو واحدة بائنة وإنها ثلاثا فثلاث وللشافعي قول آخر في الخل وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق وإرّي عن بيّنه فليس هو بشيء بالكلي مسألة وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن واهوي في الرواية عنهما وهي المشهورة إلى أن المختلعة عدتها عدة مطلقة بثلاثة قرون إن كانت ممن تحيب ورؤي ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وبه يقول سعيد بن مسيد وسليمان بن يسار وعروة وسال وأبو سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاد والحسن والشعبي وإبراهيم النخعي وأبو عياد وخلاس بن عمر وقتادة يسفيان الثيري والأوزاعي والليس بن سعد وأبو العبيد قال التربي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ونأخذهم في هذا أن الحلعة طلاق تتعتد كسائر المطلقات والقول الثاني أنها تعتد بحيبة واحدة تستبرؤ بها رحمها قال ابن أبي شيبة حدثنا يحي ابن سعيد عن نافع عن ابن عمر أن الربيعة اختلعت من زوجها فأتى عمها عثمان رضي الله عنه فقال تعتد بحيبة قال وكان ابن عمر يقول تعتد ثلاث حيات حتى قال هذا عثمان فكان ابن عمر يفتي به ويقول عثمان خيرنا وأعظمنا وحدثنا عبدة عن عبي بالله عن نافع عن ابن عمر قال عدة المختلعة حيبة وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحارب عن ليث عن طاويس عن ابن عباس قال عدتها حيبة وبه يقول اكلمة أبان ابن عثمان وكل وكل من تقدم ذكره ممن يقول إن الخلعة فسخ يلزم بالقول بهذا واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترميدي حيث قال كل من بنا حدثنا محمد بن عبد الرحيم البغداد حدثنا علي بن وحيا أخبرنا هشام بن يوسف عن نعمر عن عمر بن يسلم عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة ثابت ابن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيبة في النقال الترميدي حسن غريب وقد رواه عبد الرزاق عن نعمر عن عمر بن يسلم عن عكرمة مرسلا حديث آخر قال الترميدي حدثنا محمود بن غيلان حدثنا الفضل بن نيوسى عن سفيان حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل طلحة عن سليمان بن وسار عن الربيع بنت نعوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيبة قال الترميدي الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيبة طريق أخرى قال ابن ماجة حدثنا علي ابن سلمة الميسابون حدثنا يعقوب ابن ابراهيم ابن سعد حدثنا أبي عن ابن إسحاق أخبرني عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامد عن الربيع بنت نعوذ ابن عفراء قال كنت لها حدثيني حديثك قالت اختلعت من زوجي ثم جئت عثمان فسألت عثمان ماذا علي من العدة قال لا عدة عليك إلا أن يكون حديث عهد بك فتمكثين عنده حتى تحييدي حيبة قالت وإنما اتبع في ذلك قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في مريم المغالية وكانت تحت ثابت ابن قيس فاختلعت مين وقد روى ابن رهيعة عن ابن اسود عن ابن سلمة ومحمد ابن عبد الرحمن ابن ثوبان عن الربيع ابن تمعوذ قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر امرأة ثابت ابن قيس حين اختلعت منه ان تعتد بحيضة مسألة وليس للمخالع المراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الائمة الارضعة وجنهور العلماء لانها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء ولي عن عبد الله ابن ابي اوفا وما هان الحنفي وسعير ابن المسيد والزهري انهم قالوا ان رد اليها الذي اعطاها جاز له رجعتها في العدة بغير رضاها وهو اختيار ابي ثير رحمه الله وقال سفيان الثوري الحلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليها وان كان يسمى طلاقا فهو املك لرجعتها ما دامت في العدة وبه يقول داول ابن عني الظاهر واتفق الجميع على ان للمختلع ان يتزوجها في العدة وحكى الشيخ ابو عمر ابن عبد البر عن فرقة انه لا يجوز له ذلك كما لا مردون مسألة وهل له ان يوكع عليها طلاقا اخر في العدة فيه ثلاثة اقوال من العلماء احدها ليس له ذلك لانها قد ملكت نفسها وبانت من وبه يقول ابن عباس وابن الزبير وعكرمة وجابر ابن زيد والحسن البصري والشافعي واحمد ابن حنبل واسحاق ابن راهويه وابن ثور والثاني قال مالك ان ابدع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما يقع وان سكت بينهما لم يقع قال ابن عبد البر وهذا يشبه ماروية عن عثمان رضي الله عنه والثالث انه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة وهو قول ابي حنيفة واصحابه والثوري والاوزاعي وبه يقول سعيد ابن المسيد وشريح وطاوس وابراهيم والزهري والحاكم والحكم وحماد ابن ابي سليمان وري ذلك عن ابن سعود وابي الدرباء قال ابن عبد البر وليس ذلك بثابت عنهما وقول تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون اي هذه الشرائع التي شرعها لكم هي حدوده فلا تتجاوزوها كما ثبت في الحديث الصحيح ان الله حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائد فلا تضيعوها وحرم محارم فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة لكم غير مسيان فلا تسألوا عنها وقد يستدل بهذه الآية من ذهب الى ان جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام كما هو مذهب المالكية ومن واثقهم وإن السنة عندهم ان يطلق واحدة لقوله الطلاق مرتان ثم قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون ويقوم ذلك بحديث محمود بن نبيد الذي رواه المسائي في سننه حيث قال حدثنا سليمان بن داود أخبر ابن وهب عن نخرمة بن داكير عن أبيه عن محمود بن نبيد قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل انطلق امرأته ثلاثة تطبيقات جميع فقام غبان ثم قال أن يلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل فقال يا رسول الله ألا أقترب فيه انقطاع وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره أي أنه إذا طلق الرجل امرأته طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره أي حتى يطعها زوج آخر في مكاح صحيح فلو يطئها واطئ في غير مكاح ولو في ملك يمين لم تحل للأول بأنه ليس الزوج وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول واشتبر بين كثير من الفقهاء أن سعيد ابن المسيد رحمه الله أنه يقول يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد العقد على الثاني وفي صحته عنه نظر على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه في الاستذكار والله أعلم وقد قال أبن جعفر ابن جليل رحمه الله حدثنا ابن بشار حدثنا محمد ابن جعفر عن شعبة عن علقمة ابن مرفض عن سامن ابن رزين عن سامن ابن عبد الله عن سعيد ابن المسيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يتزوج المرأة فيتلقها قبل أن يدخل بها البتة فيتزوجها زوج آخر فيتلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول قال لا حتى تذوق عسينته ويذوق عسينتها هكذا وقع في رواية ابن جريه وقد رواه الإمام أحمد فقال حدثنا محمد ابن جعفر حدثنا شعبة عن علقمة بن ميرفد قال سمعت سالم بن رزيم يحدث عن سالم بن عبد الله يعني ابن عمر عن سعيد بن مسيد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بها فترجع إلى زوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تذوق العسيمة وهكذا رواه النسائي عن عمر بن علي الفلاس وابن ناجه عن محمد بن بشار بن دار كلاهما عن محمد بن جعفر غنبر عن شعبة به كذلك فهذا من رواية سعيد بن المسيد عن ابن عمر مرفوعا على خلاف ما يحكى عنه فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستند والله أعلم وقد روا أحمد أيضا والنسائي وابن جرير هذا الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرفض عن رزيم بن سليمان الأحمرين عن ابن عمر قال سؤل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يطلق مرأته ثلاثا فيتزوجها آخر فيغلق الباب ويرخي السطرة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل من أول قال لا حتى تذوق العسيلة وهذا نفض أحمد وفي رواية لأحمد سليمان بن رزيم حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عففان حدثنا محمد بن دينار حدثنا يحيى بن يزيد الهناء عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحتهم رأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته وهكذا رواه بن جريب عن محمد بن إبراهيم الأناطي عن هشام بن عبد الملك حدثنا محمد بن دينار فذكر قلت ومحمد بن دينار ابن صندل أبي بكر الأزدي في المطواء البصري ويقال له ابن أبي الفرات اختلفوا فيه فمنهم من ضعفه ومنهم من قواه وقبله وحسن له وذكر أبي دايوب أنه تغير قبل موته فالله أعلم حديث آخر قال ابن جريب حدثنا عبيد بن آدم ابن أبي إياس العسقلان حدثنا أبي حدثنا شيبان حدثنا يحيى ابن أبي الكثير عن أبي حارث الغفار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج غيرة فيطلقها قبل أن يدخل بها فيريد الأول أن يراجعها قال لا حتى يذوق الآخر عسيلتها ثم رواه من وجه آخر عن شيبان وهو ابن عبد الرحمن به وأبي الحارث غير معروف حديث آخر قال ابو جريد حدثنا يحيا عن عبيد الله حدثنا القاسم عن عائشة أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يمسها فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحل من أول فقال لا حتى يذوق من عسيدتها كما ذاق الأول أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري عن القاسم بن أبي ذكير عن عمته عائشة به طريق أخرى قال 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 ابن جرير حدثنا عبيد الله ابن إسماعيل الهبار وسفيان ابن وكيع وأبو هشام الرفاع قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته فتزوجت رجلا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن ياكعها أتحلم لزوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلم لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته وكذا رواه أبو داود عن مسدد والنسائد عن أبي كريد كلابنا عن أبي معاوية وهو محمد بن حازم البريد بريق أخر قال مسلم في صحيح حدثنا محمد بن العلاء همدان حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيتلقها فتتزوج رجلا آخر فيتلقها قبل أن يدخل بها أتحلم زوجها الأول قال لا حتى يذوق أسيلتها قال مسلم وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا أبو فضيل وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية جميعا عن هشام بهذا الإسناد وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن حازم عن هشام به وتفرد به مسلم من الوجهين الآخرين وهكذا رواه ابن جريب من طريق عبد الله بن المبارك عن هشام بن عرية عن أبيه عن عائشة مرفوعا بنحله أو نخله وهذا إسناد جيد وكذا رواه بن جريب أيضا من طريق علي بن زيد بن جبعان عن امرأة أبي أمينة أم محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وهذا الصياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري حدثنا عمر بن علي حدثنا يحيا عن هشام بن عرية حدثني أبي عن عائشة مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبدة عن هشام بن عرية عن أبي عن عائشة أن رفاعة القرى تزوج امرأة ثم طلقها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنه لا يأتيها وأنه ليس معه إلا مثل هبة الثوب فقال لا حتى تذوق أسيلته ويذوق أسيلتك تفرد به من هذا الوجه طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا عبد أعلى عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت دخلت امرأة رفاعة القرى وأنا وأبو بكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن رفاعة فتلقني ألبت وإن عبد الرحمن ابن الزبير تزيجني وإن ما عنده وثل الهبة وأخذت هبة منجل بابها وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له فقال يا أبا بكر ألا كنها هذه عما تجهر به بين ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبسم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنك تريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى تذوق أسيلته ويذوق أسيلتك وهكذا رواه البخاري من حديث عبد الله بن مبارك ومسلم من حديث عبد الرزاق والمسائي من حديث يزيد ابن زريع ثلاثتهم عن معمر به وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم أن رفاعة تطلقها آخر ثلاث تطليقات وقد رواه الجماعة إلا أبو داود من طريق سفيان بن عوين والبخاري من طريق عقيد ومسلم من طريق يونس بن يزيد وعنده آخر ثلاث تطليقات والمسائي من طريق أيوب بن نوسى وعلاه صالح بن أبي الأخضر كلهم عن الزهري عن عروة عن عائشة به وقال مالك عن المسور بن رفاع القرف عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموء طلق طلق امرأته تمينة بن تواهب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فنكحت عبد الرحمن بن الزبير فاعترض عنها فمن يستطع أن يمسها ففارقها فأراد رفاعة بوس موء أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاه عن تزويجها وقال لا تحل لك حتى تذوق العسيلة هكذا رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهد عن مالك عن رفاعة عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير عن أبيه فوصل فاصل والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغبا في المرأة قاصدا لدوان عشرتها كما هو المشروع من التزويج واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وطأ مباح فلو وطأها وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائط أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم تحل من أول بهذا الوط وكذا لو كان الزوج الثاني ذنيا لم تحل من المسلم بركاحه لأن أنكحة الكفار باطلة عنده واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر أبو عبد بر أن ينزل الزوج الثاني وكأنه تمسك بما فهمه من قوله عليه الصلاة والسلام حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضا وليس المراد بالعسيلة الممي لما رواه الإمام أحمد والنسائي عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا إن العسيلة الجماع فأما إذا كان الثاني إنما قصدبوا أن يحلها للأول فهذا هو المحلم الذي وردت الأحاديث بذنه ونعمه ومتى صرح بمقصوده في العقد بطل النكاح عند جنهور أئمة ذكر الأحاديث الواردة في ذلك الحديث الأول عن ابن سعود رضي الله عن قال الإمام أحمد حدثنا الفضل المذكين حدثنا سفيان عن أبي قيس عن الهزيل عن عبد الله قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشنة والمستوشنة والواصلة والمستوصلة والمحمل والمحلم له وآكل الرباء وموكلة ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي من غير وجه عن سفيانه وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن ابن ثروان الأودي عن هذيل ابن شرحبيل الأودي عن عبد الله ابن سعود عن النبي صلى الله عليه وسلم به ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر وهو قيم الفقهاء من التابعين ويلوى ذلك عن علي وابن سعود وابن عباس طريق أخرى عن ابن سعود قال الإمام أحمد حدثنا زكري بن عبي حدثنا عبي الله عن عبد الكريم عن أبي ياصل عن ابن سعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الله المحلل والمحلم له طريق أخرى روى الإمام أحمد والنسائي من حديث أعمش عن عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور عن عبد الله بن سعود قال آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به والياصلة والمستوصلة ولاي الصدقة والمتعدي فيها والمرتب على عقبيه أعرابيا بعد هجرته والمحلم والمحل لنه منعونون على رسال محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة من فضلك تابع بقية المادة الحديث الثاني عن علي رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن جابر عن الشعبين عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه والواشمة والمستوشمة للحسن ومانع الصدقة والمحلل والمحلل له وكان ينهى عن النوح وكذا رواه عن غنبر عن شعبة عن جابر وهو ابن يزيد الجعفي عن الشعبي عن الحارث عن علي به وكذا رواه من حديث إسماعيل ابن أبي خالد وحسين ابن عبد الرحمن ومجالد ابن سعيد وابن عون عن عامر الشعبي به وقد رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة من حديث الشعبي به ثم قال أحمد أخبرنا محمد ابن عبد الله أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الربا وآكله وكاتبه وشاهده والمحلل والمحلل له الحديث الثالث عن جابر رضي الله عنه قال الترمذي أخبرنا أبو سعيد من أشج أخبرنا أشعث ابن عبد الرحمن ابن يزيد الأيام حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله وعن الحارث عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحمل والمحلل له ثم قال وليس إسناده بالقائم ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبل قال ورواه ابن مير عن مجالد عن الشعبي عن جابر ابن عبد الله عن علي قال وهذا وهم من ابن مير والحديث الأول أصح الحديث الرابع عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال أبو عبد الله محمد ابن يزيد ابن ماجه حدثنا يحيى ابن عثمان ابن صالح المصري أخبرنا أبي سمعت ليثى ابن سعد يقول قال أبو المصعب مصرح هو ابن عهان قال عقبة ابن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أخبركم بالتيس المستعار قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل نعن الله المحلل والمحلل له تفرد به ابن ماجه وكذا رواه ابراهيم ابن يعقوب الجوزجان عن عثمان ابن صالح عن الليث به ثم قال كانوا ينكرون على عثمان في هذا الحديث إنكارا شديدا قلت عثمان هذا أحد الثقات روا عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعه غيره فرواه جعفر الغريان عن العباس المعروف ابن فريق عن أبي صالح عبد الله ابن صالح عن الليث به فبرئ من عهدته والله أعلم الحديث الخامس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ابن ماجه حدثنا محمد ابن بشار حدثنا أبو عامر عن زمعة ابن صالح عن سلمة ابن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال نعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له طريق أخرى قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجان السعدي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا إبراهيم بن إسماعيل ابن أبي حنيفة عن داود ابن حسين عن عكرمة عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكاح المحلل قال لا إلا مكاح رغبة لا مكاح دلة ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق أسيلتها ويتقوى هذان الإسنادان بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن عن نوسى بن أبي الفراد عن عمر بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من هذا فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله بالآخر والله أعلم الحديث السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام أحمد حدثنا أبو عامد حدثنا عبد الله هو ابن جعفر عن عثمان بن محمد بن نقبل عن أبي هريرة قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحمل والمحلل له وهكذا رواه أبو بكر وهكذا رواه أبو بكر ابن أبي شيبة والجوزجان البيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي وقبل ثقه أحمد بن حمد وعلي بن المدين ويحي بن معين وغيرهم وأخرج له مسلم في صحيحه عن عثمان بن محمد الأخيس وثقه ابن معين عن سعيد المقبل وهو متفق عليه الحديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الحاكم في مستدركه حدثنا أبو العباس الأصم حدثنا محمد بن إسحاق الصنعان حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا أبو يمان محمد بن مطرف الندني عن عمر بن نافع عن أبي أنه قال جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له من غير مؤامرة من ليحلها لأخيه هل تحل للأول فقال لا إلا نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحا على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر به وهذه الصيغة مشعرة بالرافع وهكذا روا أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجان وحرب الكرمان وأبو بكر الأفرم من حديث أعمش عن المسيد بن رافع عن قبيصة بن جابر عن عمر أنه قال لا أمتى بمحل ولا محل له إلا رجمتهما وروا البيهقي من حديث بن لهيعة عن بكير بن الأشج عن سليمان بن يصار أن عثمان بن عفام رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما وكذا رويا عن علي وابن عباس وغير واحد من الصحابة رضي الله عنهم وقوله فإن طلقها أي الزوج الثاني بعد الدخول بها فلا جناح عليهما أن يتراجع أي المرأة والزوج الأول إن ظن أن يقينا حدود الله أي يتعاشر بالمعروف قال مجاهد إن ظن أن نكاحهما على غير دلن وتلك حدود الله أي شرائعه وأحكامه يبينها أن يوضحها لقوم يعلمون وقد اختلف الأئمة رحمه الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجت بآخر فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتها ثم تزوجها الأول هل تعود إليه بما بقي من الثلاث كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وهو قول طائفة من الصحابة رضي الله عنهم أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق فإذا عادت إلى الأول تعود بمجموع الثلاث كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله وحجتهم أن الزوج الثاني إذا هدم الثلاث فلأن يهدمنا دونها بطريق الأولى والأحرى والله أعلم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم هذا أمر من الله عز وجل من الرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة أن يحسن في أمرها إذا انقبت عدتها ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتها فإما أن يمسكها أي يرتجعها إلى عصمة كاحه بمعروف وهي أن يشهد على رجعتها وينمي عشرتها بالمعروف أن يسرحها أن يطلقها حتى تنقضي عدتها ويخرجها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن من غير شقاق ولا مخاصمة ولا تقابح قال الله تعالى ولا تمسكوهم ضرارا لتعتدوا قال ابن عباس ومجاهد ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل ابن حيان وغير واحد كان الرجل يطلق المرأة فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لألا تذهب إلى غيره ثم يطلقها فتعتد فإذا شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة فنهاه الله عن ذلك وتوعدهم عليه فقال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه أي بنخالفته أمر الله تعالى وقوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوة قال ابن جرير عند هذه الآية أخبرنا أبو كريد أخبرنا إسحاق ابن منصور عن عبد السلام ابن حرب عن يزيد ابن عبد الرحمن عن أبي العلاء الأودي عن حميد ابن عبد الرحمن عن أبي نوسى أما رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب على الأشعريين فأتاه أبو نوسى فقال يا رسول الله أغضبت على الأشعريين فقال يقول أحدكم قد تلقت قد راجعت ليس هذا طلاق المسلمين تلق المرأة في قبل عدتها ثم رواه من وجه آخر عن أبي خالد الدلال وهو يزيد ابن عبد الرحمن وفيه كلام وقال مسروق هو الذي يطلق في غير كنه ويدار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة وقال الحسن وقتادته وعطاء الخراسان والربيع ومقاتل ابن حيان هو الرزم يطلق ويقول كنت لاعبا أو يعتق أو ينكح ويقول كنت لاعبا فأنزم الله ولا تتخذ آيات الله هزوة فأنزم الله بذلك وقال ابن مردوي حدثنا ابراهيم ابن محمد حدثنا ابو احمد الصيرفي حدثني جعفر ابن محمد السمصار عن اسماعيل ابن يحيا عن سفيان عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال ضلق رجل امرأته وهو يلعب لا يريد الطلاق فأنزم الله ولا تتخذ آيات الله هزوة فأنزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الطلاق وقال ابن ابي حاتم حدثنا عصام ابن عواد حدثنا ادم حدثنا المبارك ابن فضال عن الحسن هو البصري قال كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا ويعتق ويقول كنت لاعبا وينكخ ويقول كنت لاعبا فأنزل الله ولا تتخذوا آيات الله هزوة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلق او اعتق او نكح او انكح جادا او لاعبا فقد جاز عليه وكذا رواه ابن جريب من طريق الزهري عن سليمان ابن ارقم عن الحسن مثله وهذا مرسل وقد رواه ابن مردوي من طريق عمر ابن عبيد عن الحسن عن ابي الضرباء موقوفا عليه وقال ايضا حدثنا احمد ابن الحسن ابن ايوب حدثنا يعقوب ابن ابي اعقوب حدثنا يحيى ابن عبد الحميد حدثنا ابو معاوية عن اسماعيل ابن سلم عن الحسن عن عبادة ابن الصامد في قول الله تعالى وَلَا تَتَّخِذُوا آيات اللّه هزوى قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرجل زيشتك ابنتي ثم يقول كنت لاعبا ويقول قد اعتقت ويقول كنت لاعبا فانزل الله وَلَا تَتَّخِذُوا آيات اللّه هزوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهن لاعبا او غير لاعب فهن جائزات عليه الطلاق والعتاق والمكاح والمشهور في هذا الحديث الذي رواه ابو داود والترمذي وابن ماجة من طريق عبد الرحمن ابن حبيب ابن ادرك عن عطاء عن ابن ماهك عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة وقال الترمذي حسن غريب وقول واذكروا نعمة الله عليكم اي في ارساله الرسول بالهدى والبينات اليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة اي السنة يعظكم به اي يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب المحارم واتقوا الله اي فيما تأتون وفيما تذلون واعلموا ان الله بكل شيء عليم اي فلا يخفى عليه شيء من اموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا ترابوا اذا ترابوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر ذلك مؤسكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون قال علي ابن ابي طلحة عن ابن عباس نزلت هذه الانية في الرجل يطلق امرأته طلقة او طلقتين فتنقض عدتها ثم يبدو له ان يتزوجها وان يراجعها وتريد المرأة ذلك فيمنعها اولياؤها من ذلك فنهى الله ان يمنعوها وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس ايضا وكذا قال مسروق وابراهيم النخعي والزهري والضحاك انها انزلت في ذلك وهذا الذي قالوه ظاهر من الآية وفيها دلالة على ان المرأة لا تملك ان تزوج نفسها وانه لا بد في المكاح من وليه كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآية كما جاء في الحديث لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فان الزامية هي التي تزوج نفسها وفي الاثر الاخر لا نكاح الا بولي مرشد وشاهد العدل وفي هذه المسألة وزاع بين العلماء محرر في موضعه من كتب الفروع وقد قررنا ذلك في كتاب الاحكام ومن الله الحمد والمنة وقد روي ان هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار المزن واخته فقال البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية حدثنا عبيد الله ابن سعيد حدثنا ابو عامل العقد حدثنا عباد ابن راشد حدثنا الحسن قال حدثني معقل ابن يسار قال كانت لي اخت تخطب الي قال البخاري وقال ابراهيم عن يونس عن الحسن حدثني معقل ابن يسار وحدثنا ابو معمر وحدثنا عبد الوارف حدثنا يونس عن الحسن ان اخت معقل ابن يسار ملقها زوجها فتركها حتى انقبت عدتها فخطبها فابا معقل فنزلت فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن وهكذا رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن ابيحات وابن جوير وابن مردويه من طرق متعددة عن الحسن عن معقل ابن يسار به وصححه الترمذي ايضا ونفظه عن معقل ابن يسار انه زوج اخته رجلا من المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت عنده ما كانت ثم طلقها تطبيقة لم يراجعها حتى انقبت عدتها فهويها وهويت ثم خطبها مع الخطاب فقال له يا لكع ابن لكع اكرمتك بها وزوجتكها فطلقتها والله لا ترجع اليك ابدا اخر ما عليك قال فعلم الله حاجته اليها وحاجتها الى بعدها فانزل الله واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن الى قوله وانتم لا تعلمون فلما سمعها معقل قال سمع لرب وطاعه ثم دعاه فقال ازوجك واكرمك زاد ابن مردويه وكفرت عن يميني وروا ابن جميل عن ابن جريج قال هي جميل بنت يسار كانت تحت ابن بداح وقال سفيان الثوري عن ابن اسحاق السبيعي قال هي فاطلة بنت يسار وهكذا ذكر غير واحد من السلف ان هذه الآية نزلت في معقل ابن يسار واخته وقال السدي نزلت في جابر ابن عبد الله وابن عم الله والصحيح الاول والله اعلم وقول ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الاخر اي هذا الذين هيناكم عنه من منع الولاياء ان يتزوجن ازواجهم اذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به ويتعظ به وينفعل له من كان منكم ايها الناس يؤمن بالله واليوم الاخر اي يؤمن بشرع الله ويخاف وعيد الله وعذابه في الدار الاخرة وما فيها من الجزاء ذلكم اسكالكم واطهر اي اتباعكم شرع الله في رب المليات الى ازواجهم وترك الحمية في ذلك اسكالكم واطهر لقلوبكم والله يعلم اي من المصالح فيما يأمر به وينهى عنه وانتم لا تعلمون اين الخير فيما تأتون ولا فيما تذرون والوالدات يربعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرباعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تدار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارف لخذ ذلك فان ارادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم الى سلمتم ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير هذا ارشاد من الله تعالى للوالدات ان يرضعن اولادهن كمان الرضاعة وهي سنتان فلاعتبار بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قال لمن اراد ان يتم الرضاعة وذهب اكثر الائمة الى انه لا يحرم من الرضاعة الا ما كان دون الحولين فلو ارتبع المولود وامره فوقهما لم يحرم قال الترميدي باب ما جاء ان الرضاعة لا تحرم الا في الصغر دون الحولين حدثنا كتيبة حدثنا ابو عوانة عن هشام ابن عروة عن فاطنة بنت المنذر عن ام سلمة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الثدي وكان قبل الفطام هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الرضاعة لا تحرم الا ما كان دون الحولين وما كان بعد الحولين الكاملين فانه لا يحرم شيئا وفاطنة بنت المنذر ابن الزبير ابن العوام وهي امرأة هشام ابن عروة قلت تفرد الترمذي برواية هذا الحديث وانجالب على شرط الصحيحين ومعنى قوله ان ما كان في الثدي اي في محال للرضاعة قبل الحومين كما جاء في الحديث الذي رواه احمد عن وكيع وغندر عن شعبة عن عدي ابن ثابت عن البراء ابن عازب قال لما مات ابراهول ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابني مات في الثدي ان له مربعا في الجنة وهكذا اخرجه البخاري من حديث شعبة واننا قال عليه السلام ذلك لان ابنه ابراهيم عليه السلام مات وله سنة وعشرة اشهر فقال ان له مربعا يعني تكمل رضاعة ويؤيده ما رواه الدار قطني من طريق هيثم ابن جنيم عن سفيان ابن عويلة عن عمر ابن دينار عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاع الا ما كان في الحولين ثم قال ولم يسنده عن ابن عويلة غير الهيثم ابن جنيم وهو ثقة حافظ قلت وقد رواه الامام مالك في الموطة عن ثور ابن يزيد عن ابن عباس مرفوعة ورواه ورواه الدار وردي عن ثير عن عكرمة عن ابن عباس وزاد وما كان بعد الحولين فليس بشيء وهذا اصح وقال ابو داود الطيالسي عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى وفصاله في عامين انشكر وقال وحمد وفصاله ثلاثين شهرا والقول بان الرضاعة لا تحرم بعد الحولين يريا عن علي وابن عباس وابن سعود وجابر وابن هريرة وابن عمر وام سلمة وسعيد بن المسيد وعطاء والجمهور وهو مذهب الشافعي واحمد واسحاق والثوري وابي يوسف ومحمد ومالك في رواية وعنه ان مدته سنتان وشهران وفي رواية وثلاثة اشهر وقال ابو حنيفة سنتان وستة اشهر وقال زفر ابن الهذير ما دام يرضع فالى ثلاث سنين وهذا رواية عن الاوزاء قال مالك ولو فتم الصبي دون الحولين فارضعتهم رأة بعد فصاله لن يحرم لانه قد صار بمنزلة الطعام وهي رواية عن الاوزاء وقد روي عن عمر وعلي انهما قالا لا رضاع بعد فصال فيحتمل انهما ارادا الحولين كقيم الجنهور سواء فتم او لم يفتم ويحتمل انهما ارادا الفعل كقيم مالك والله اعلم من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الالوكة للتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة ان تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير وقد روية الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر في التحريم وهو قول عطاء ابن ابي رضاح والليف بن سعن وكانت عائشة تأمر بمن تختار ان يدخل عليها من الرجال لبعض لسائها فتردعه وتحتج في ذلك بحديث سالم مول يا ابي حذيفة حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ابي حذيفة ان تردعه وكان كبيرا فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة وابا ذلك سائر ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ورأين ذلك من الخصائص وهو قيم الجنهور وحجة الجنهور وهم الائمة الاربعة والفقهاء السبعة والأكابر من الصحابة وسائر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم سيا عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انظرنا من إخوان كنا فإنما الرضاعة من المجاعة وسيأتي الكلام على نسائل الرضاع وفيما يتعلق برضاء الكبير عند قيله تعالى وأمها تقل اللات أرضعنكم وقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف أي وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن بالمعروف أي بناجرت به عادة أنثالهن في بلدهن من غير إصراف ولا إقتار بحسب قدرته في يساره وتوسطه وإقتاره كما قال تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرى قال الضحاة إذا طلق زوجته وله منها ولد فأرضعت له ولده وجد على الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف وقوله لا تدار والدة بولدها أي بأن تدفعه عنها لتدر أداه بتربيته ولكن ليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه النبأ الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزائه منها لنجرب الضرار لها ولهذا قال ولا ميلود له بولده أي بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضرارا بها قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن زيد وغيرهم وقاله تعالى وعلى ميارف مثل ذلك قيل في عدم الضرار لقريبه قاله مجاهد والشعبي والضحاك وقيل عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها وهو قيل الجمهور وقد استقصى ذلك بن جرير في تفسيره وقد استدل بذلك من ذهب من الحنفية والحنبنية إلى يجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض وهو مروي عن عمر بن الخطاب وجنهور السلف ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعة من ملك ذا رحم محرم عتق عليه وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في بدنه أو في عقله وقال سفيان الثوري عن الأعمش عن إبراهيم عن عنقرة أنه رأى رأة ترضع بعد الحولين فقال لا ترضعيه وقال له أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر قاله الثوري وغيره وهذا فيه احتياط للطفل وإنزام للنظر في أمره وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحهما ويصلحه كما قال في سورة الطلاق فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهم واعتمروا بيلكم بمعروف وإن تعاسرتم فستردع له أخرى وقوله تعالى وإن أردتم أن تستردعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي إذا اتفقت اليالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أي لعذر له فلا جناح عليهما في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف قاله غير واحد وقلبه واتقوا الله أي في جميع أحوالكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير هذا أمر من الله من نساء التي توفى عنهم أزواجهم أن يعتدنا أربعة أشهر وعشر ليال وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع ومستندب في غير المدخول بها علوم الآية الكريمة وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنم وصححه الترليبي أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرب لها فترددوا إليه مرارا في ذلك فقال أقول فيها برأيي فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمن ومن الشيطان والله ورسوله بريآ من لها الصداق كاملا وفي نفذ لها صداق مثلها ناوكس وناشطط وعليها العدة ولها الميراث فقام معقل بن يسار الأشجع فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في برع بنت ياشق ففرح عبد الله بذلك فرحا شديدا وفي رواية فقام رجال من أشجع فقال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في برع بنت ياشق ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجها وهي حامل فإن عدتها بوضع الحم وليلا تنقف بعده سوى نحظة لعموم قوله وأولاة الأحمال أجلهم أن يضعن حمهم وكان ابو عباس يرى أن عليها أن تتربص بأبعاد أجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشر للجمع بين الآيتين وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي ليما ما ثبتت به السنة في حديث سبيعة الأسلمية أن نخرج في الصحيحين من غير وجه أنها تُفِّي عنها زوجها سعد بن خولة وهي حامل فلم تنشد أن وضعت حملها بعد وفاته وفي رواية فوضعت حملها بعده بليال فلما تعلت من نفاسها تجملت بالخطاب فدخل عليها أبو السناب بن بعثك فقال لها ما لي أراكم تجملة لعلك ترجينا مكاح يالله ما أنت بلاكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول الله سل الله عليه وسلم فسألت فسألت عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت خمي وأمرني بالتزويج إن بدى لي قال أبو عمر ابن عبد در وقد وقد ري أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة يعني من احتج عليه به قال ويصحح ذلك عنه أن أصحابه أفتل بحديث سبيعة كما هو قول أهل العلم قاطبة وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت ألة فإن عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمس ليال على قيل الجنهور لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد فكذلك فلتقن على النصف منها في العدة ومن العلمائك محمد بيسيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين الزوجات الحرائر والإناء في هذا المقام لعمول الآية ولأن العدة من باب الأمور الجنمية التي تستوي فيها الخليقة وقد ذكر سعيد بن يسيب وأب العالية وغيره أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر باحتمال اشتنال الرحم على حم فإذا انتظر به هذه اليدة ظهر إن كان موجودا كما جاء في حديث ابن سعود الذي في الصحيحين وغيرهما إن خلق أحدكم يجمع في بطن أوله أربعين أربعين يوم يطف ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فينفق فيه الروح فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه والله أعلم قال سعيد ابن أبي عروبة عن قتابة سألت سعيد ابن المسيد نوبان العشر قال فيه ينفق الروح وقال الربيع ابن أنس قلت لأبي العالية لمصارة هذه العشر مع الأشهر الأربعة قال لأنه ينفخ فيه الروح رواهما ابن جرير وميها هنا ذهب الإمام أحمد في رياية عن إلى أن عدة أم الولد عدة الحرة هاهما لأنها صارت فراشا كالحرائر وللحديث الذي رواه الإمام أحمد عن يزيد بن هاريم عن سعيد بن أبي عريدة عن قتابة عن رجاء بن حي عن قبيصة بن ذؤيد عن عمر بن العاص أنه قال لا تلبس علينا سنة نبينا عدة أمي الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة أشهر وعشر ورواه أبي دايود عن كتيبة عن غندر وعن ابن ميثم عن عبد أعلى وابن ناجة عن علي بن محمد عن الربيع ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروض عن مطر الوراق عن رجاء بن حي عن قبيصة عن عمر بن العاص فذكر وقد رويا عن الإيمان أحمد أنه أنكر هذا الحديث وقيل إن قبيصة لم يسمع عمر وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وابو سيرين وابو عياد والزهري وعمر بن عبد العزيز وبه كان يأمر يزيد بن عبد النلك بن مروان وهو أمير المؤمن وبه يقول الأيزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه وقال طاووس وقتاده عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس ليالي وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن صالح ابو حيي تعتد بثلاث حوض وهي قول علي وابن سعود وعطاء وإبراهيم النخعي وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عن عدتها حيبة وبه يقول ابن عمر والشعبي ومكحور والنيف وأبو عبيد وأبو ثير والزهور وقال الليف وليمات وهي حائب أجزأتها وقال مالك فلو كانت منا لا تحيد فثلاثة أشهر وقال الشافعي والجنهور شهر وثلاثة أحب إلي والله أعلم وقال فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير مستفاد من هذا وجود الإشداد عن المتوفى عنها زوجها مدة إدتها لما فبت في الصحيحين من غير وجه عن أم حبيبة وزينب بنت جحش إلي المؤمنون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يحب لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشر وفي الصحيحين أيضا عن أمي سلمة أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابنتي تؤثر عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها فقال فقال لا كل ذلك يقول لا مرتين أو ثلاثة ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحدى قمة الجاهلية تنكث سنة قالت زينب بنت أم سلمة كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تنص طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تؤتى بدابة خمار أو شات أو طير فتفتد به فقال لما تفتد بشيء إلا مات ومنها هنا ذهب كثيرين من العلماء إلى أن هذه آية تناسخة من آية التي بعدها وهي قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواج هم متاعا إلى الحول غير إخراج آية كما قاله بن عباس وغيره وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب لنبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك وهو واجب في عدة اليفاه قولا واحدا ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا وهل يجب في عدة الباء فيه قولان ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهم أزواجهم سواء في ذلك الصهيرة والآيسة والحرة والأنة والمسلمة والكافرة لعوين الآية وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا إحداد على الكافرة وبه يقول أشهد والبنافع من أصحاب نالك وحجة قائل هذه المقالة قوله سن الله عليه وسلم لا يحي من رأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على موت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة قالوا فجعله تعبدا وألحق أبو حنيفة وأصحابه والثيري الصغيرة بها لعدم التكليف وألحق أبو حنيفة وأصحابه أن أمت المسلمة لنقصها ومحل تقرير ذلك كله في كتب أحكام الفروع يالله الموفق للصلاب وقيله فإذا بلغنا أجله أي إنقضت عدتهم قاله الضحاك والربيع ابن أنس فلا جناح عليكم قال الزهري أي على أوليائها فيما فعلنا يعني النساء التي إنقضت عدتهم قال الوني عن ابن عباس إذا تلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزوج فذلك المعروف ورعي عن مقاتل ابن حيان نحوه وقال ابن جريج عن مجاهد فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم بالمعروف قال المكاح الحلال الطيب ورعي عن الحسن والزهري والسدي نحو ذلك ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكمنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكر مهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قيلا معروفا ولا تعزلوا عقبة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم يقول تعالى ولا جناح عليكم أن تعرضوا بخطبة النساء في عدتهم من وفاة أزواجهم من غير تصريح قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم عن منصور عن جاهد عن ابن عباس في قوله ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء قال التعريب أن يقول إني أريد التزويج وإني أحب امرأة من أمرها ومن أمرها يعرض لها بالقول بالمعروف وفي رواية وددت أن من وعرزق امرأة ونحو هذا ولا ينتصب للخطبة وفي رواية إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله وليبدت أني وجدت امرأة صالحة ولا ينتصب لها ما دامت في عدتها ورواه البخالي تعليقا فقال وقال لي طلق بن غمان عن زائدة عن منصور عن جاهد عن ابن عباس ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء هو أن يقول إني أريد التزوج وإن النساء لمن حاجتي ولا يدت أن يسر لي امرأة صالحة وهكذا قال مجاهد وطاويس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم المخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قصيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن محمد وغير واحد من السنة والأئمة في التعليد إنه يجوز المتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة وهكذا حكم المطلقة المبتوطة يجوز التعليد لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها أبو عمر ابن حفص آخر ثلاث تطليقات فأمرها أن تعتد في بيت ابن أم يكتون وقال لها فإذا حللت فآذني فلما حلت خطب عليها أسامة بن زيد المولاه فزوجها إياه فأما المطلقة فلا خلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض لها والله أعلم وقال أو أكلمتم في أنفسكم أي أدمرتم في أنفسكم من خطبتهم وهذا كقوله تعالى وربك أعلم ما تكي صدوره وما يؤمنين وكقوله وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم ولهذا قال علم الله أنكم ستذكرونهم أي في أنفسكم فرفع الحرج عنكم في ذلك ثم قال ولكن لا تواعدوهن سر قال أبو مجلس وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن البصري وإبراهيم النخعي وقتابة والضحاك والربيع بن عرس وسليمان التيمي ومقاتر بن حيان والسدي يعني الزنا وهو معنى رواية العوف عن ابن عباس واختاره ابن جرير وقال علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس ولكن لا تواعدوهن سر لا تقل لها إني عاشق وعاهدوني ألا تتزوجي غير ونحو هذا وكذا رؤية عن سعيد بن جبيب والشعبي وعكرمة وأبو الدحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري هو أن يأخذ نساقها أما تتزوج غير وعن مجاهد هو قول الرجل للمرأة لا تفوتيني بنفسك فإني ما كفقي وقال قتابة هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أما تنكح غير فنظى الله عن ذلك وقدم فيه وأحل الخطبة والقول بالمعروف وقال ابن زيد ولكن لا تيائدوهن سرا هو أن يتزوجها في العدة سرا فإذا حلت أظهر ذلك وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع ذلك ولهذا قال إلا أن تقولوا قولا معروفا قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد يعني به ما تقدم من إباحة التعريب كقوله إني فيك لراهب ونحو ذلك وقال محمد بن سيرين قلت لعبيدة ما معنى قوله إلا أن تقولوا قولا معروفا قال يقول ينيها لا تسبقني بها يعني لا تزوجها حتى تؤلمني رواه بأبيحات وقوله ولا تعزني عقدة المكاح حتى يبلغ الكتاب أجله يعني ولا تعقد العقدة بالمكاح حتى تنقضي العدة قال قال ابن عباس ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع ابن أنس وأبو مالك وزيد ابن أسلم ومقاتل ابن حيان والزهري وعطاء الخراسان والسدي والثوري والضحاة حتى يبلغ الكتاب أجله يعني ولا تعقد العقدة بالمكاح حتى تنقضي العدة وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد في مدة العدة واختلفوا فيما تزيج امرأة في عدتها فدخل بها فإنه يفرق بينهما وهل تحرم عليه أبدا على قولي الجنهور على أنها لا تحرم عليه بله أن يخطبها إذا انقضت عدتها وذهب الإيمان مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيب واحتج في ذلك بما رواه علي ابن شهاد وسليمان ابن يسار أن عمر رضي الله عنه قال أي ممرأة يكحت في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوج بها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول وكان خاطبا من الخطاب وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت دقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبدا قالوا ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أجل الله عوق بنقيد قصده فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث وقد روى الشافعي هذا الأثر عن مالك قال البيهقي وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديد لقيل عليهم أنها تحمله قلت قال ثم هو من قطع عن عمر وقد روى الثيري عن أشعة عن الشعبي عن نصروق أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان وقيل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحضروا توعدهم على ما يقع في دمائرهم من أمور النساء وأرشدهم إلى إبنار الخير دون الشر ثم لم يؤسهم من رحمته ولم يقلطهم من عائدته فقال واعلموا أن الله غفور رحيم من فضلك تابع بقية المادة لا جناح عليكم إن طلقت من النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريبة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها قال ابن عباس وطايوس وابراهيم والحسن البصري المس المكاح بل ويجوز أن نطلقها قبل الدخول بها والفرض لها إن كانت مفوضة وإن كان في هذا انكسار لقلبها ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعودها عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله على الموسع قدره وعلى المقتل قدره وقال سفيان الثوري عن إسماعيل ابو أمية عن عكرمة عن ابن عباس قال متعة الطلاق أعلاه الخادم ودون ذلك الورق ودون ذلك الكسوة وقال علي أبي طلحة عن ابن عباس إن كان نوسرا متعها بخادم أو نحو ذلك وإن كان نوسرا أمتعها بثلاثة أثواب وقال الشعبي أوسط ذلك درع وخمار ومنحفة وزلباب قال وكان شريح يمتع بخمسمائة وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب بن سيون قال كان يمتع بالخادم أو بالنفقة أو بالكسوة قال ومتع الحسن ابو علي بعشرة آلاف ويروى أن المرأة قالت متاع قليل من حبيب مفارق وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المطعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها وقال الشافعي في الجديد لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا على أقل ما يقع عليه اسم المتعة وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما تجزئ فيه الصلاة وقال في القديم لا أعرف فء متعة قدرا إلا أني أستحسن ثلاثين درهم كمعوية عن ابن عمر رضي الله عنهما وقد اختلف العلماء أيضا هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها التي لم يفرض لها على أقوال أحدها أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعميم قوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ولقوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدنا الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جليلا وقد كنا مفرودا لهن ومدخولا بهن وهذا قول سعيد بن جبير وأب العالية والحسن البصري وهو أحد قولي الشافعي ومنه من جعله الجديد الصحيح والله أعلم والقول الثاني أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس وإن كان مفروضا لها لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تنسوهم فما لكم عليهم من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا قال شعبة وغيره عن قتادة عن سعيد بن المسيد قال نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الآية التي في البقرة وقد روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعب وأبي أسيد أنه ما قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمينة بنت شرح بيل فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنها كرهت ذلك فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين أزرقين والقوم الثالث أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرد لها فإن كان قد دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة وإن كان قد فرب لها وطلقها قبل الدخول وجب لها عليه شطره فإن دخل بها استقر الجميع وكان ذلك عوضا لها عن المتعة وإنما المصابة التي لم يفرد لها ولم يدخل بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجود متعتها وهذا قول ابن عمر ومجاهد ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدى المفوضة المفارقة قبل الدخول وهذا ليس بمنكور وعليه تحمل آية التخيير في الأحزاب ولهذا قال تعالى على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وللمطلقات متاعا بالمعروف حقا على المتقين ومن العلماء من يقول إنها مستحبة مطلقة قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير ابن شهاد القزوين حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمر يعني ابن أبي قيس عن أبي إسحاق عن الشعبي قال ذكروا له المتعة أيحبس فيها فقرأ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره قال الشعبي والله ما رأيت أحدا حبس فيها والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريدة فنصف ما فردتم إلا أن يعفون إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة بما دلت عليه الآية الأولى حيث إنما أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزيد قبل الدخول فإنه لو كان ثم واجب آخر من متعة لبينها لا سيما وقد قرنها بنا قبلها من اختصاص المتعة بتلك الآية والله أعلم وتشتير الصداق والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء لا خلاف بينهم في ذلك فإنه متى كان قد سمى لها صداقا ثم فارقها قبل دخوله بها فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداق إلا أن عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج وإن لم يدخل بها وهو مذهب الشافعي في القديم وبه حكم الخلفاء الراشدون لكن قال الشافعي أخبرنا مسلم بن خالد أخبرنا ابن جريج عن ليث بن أبي سليم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال في الرجل يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها ليس لها إلا نصف الصداق لأن الله يقول وإن تلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فردتم لهن فريدة فنصف ما فردتم قال الشافعي بهذا أقول وهو ظاهر الكتاب قال البيهقي وليث ابن أبي سليم وإن كان غير محتج به فقد رويناه من حديث ابن أبي طلحة عن ابن عباس فهو مقوله وقوله إلا أن يعفون أي النساء عما وجب لها على زوجها فلا يجب لها عليه شيء قال السدي عن أبي صالح عن ابن عباس في قوله إلا أن يعفون قال إلا أن تعفوا الثيب فتدع حقها قال الإمام أبو محمد ابن أبي حات رحمه الله ورؤي عن شريح وسعيد ابن المسيب وإكرمة ومجاهد والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر ابن زيد وعطائم الخراسان والضحاك والزهري ومقاتل ابن حيان والسدي نحو ذلك قال وخالفه محمد بن كعب من قربي فقال إلا أن يعفون يعني الرجال وهو قول شاذ لم يتاب عليه انتهى كلامه وقول أن يعفو الذي بيده عقدة المكاح قال ابن أبي حاتم ذكر عن ابن نهيعة حدث ني عمر ابن شعيب عن أبيه عن جد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولي عقدة المكاح الزوج وهكذا أسنده ابن مرضويه من حديث عبد الله ابن نهيعة به وقد أسنده ابن جليل عن ابن نهيعة عن عمر بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره ولم يقل عن أبيه عن جده فالله أعلم ثم قال ابن أبي حاتم وحدث ما يونس ابن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا جابر يعني ابن أبي حازم عن عيسى يعني ابن عاصم قال سمعت شريحا يقول سألني علي ابن أبي طالب عن الذي يبغي عقدة النكاح فقل فقلت له هو ولي المرأة فقال علي لا بل هو الزوج ثم قال وفي إحدى الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيد وشريح في أحد قوليه وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وإكلمة ونافع ومحمد بن سيين والضحاك ومحمد بن كعب من قربي وجابر بن زيد وأبي مجلز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان أنه الزوج قلت وهذا هو الجديد من قولي الشافعي ومذهب أبي حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي واختاره بن جمير ومأخذ هذا القيب أن الذي بيده عقدة المكاح حقيقة الزوج فإن بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامها وكما أنه لا يجوز للولي أن يهد شيئا من مال ميلية للغير فكذلك في الصداق قال والوجب الثاني حدثنا أبي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن مسلم حدثنا عمر بن دينار عن ابن عباس في الذي ذكر الله بيده عقدة المكاح قال ذلك أبوها أو أخوها أو من لا تنكح إلا بإذنه ورمي عن علقمة والحسن وعطاء وطاويوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وإكرمة في أحد قوليه ومحمد بن سيرين في أحد قوليه أنه الولي وهذا نذهب والك وقول الشافعي في القديم ومأخذه أن الولي هو الذي أكسبها إياه فله التصرف فيه بخلاف سائر بالها وقال ابن جريب حدثنا سعيد بن الربيع الرازي حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن عكرمة قال أذن الله في العفو وأمر به فأي مرأة عفت جاز عفوها فإن شحت وضنت وعفى وريها جاز عفو وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت شديدة وهي مروي عن شريح لكن أنكر عليه الشعبي فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه وقوله وأن تعفوا أقرب للتقوى قال ابو جليب قال بعضهم خوطي به الرجال والنساء حدثني يومس أنبأ نبيه سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس وأن تعفوا أقرب للتقوى قال أقربهما للتقوى الذي يعفو وكذا وي عن الشعبي وغيره وقال مجاهد والنخعي والضحاك ومقاتل ابن حيان والربيع ابن أنس والثوري أن فضلها هنا أن تعفوا المرأة عن شطرها أو إكمام الرجل الصداق لها ولهذا قال وَلَا تَنْسَيُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ أي الإحسان قاله سعيد وقال الضحاك وقتابة والسده وأبو يائل المعروف يعني لا تهميوه بل استعميوه بينكم وقد قال أبو بكر ابن مردويف حدثنا محمد بن أحمد ابن إبراهيم حدثنا موسى ابن إسحاب حدثنا عقبة بن نقم حدثنا يونس بن بكريم حدثنا عبد الله بن الوليد الرصافي عن عبد الله بن عبيد عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليأتين على الناس زمان عدود لعبد المؤمن على ما في يديه وينسى الفضل وقد قال الله تعالى وَلَا تَنْسَيُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ شرار مبايد وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع مضطر وعن بيع الغرب فإن كان عندك خير فعد به على أخيك وَلَا تَزِدْهُ لَا تَزِدْهُ هَلَاكًا إِلَا هَلَاكِهِ فإنَّ الْمُسْلِمَ أَخُ الْمُسْلِمْ لا يُحْزِنُهُمْ وَلَا يَحْرِنُهُمْ وَقَالَ سُفْيَانُ عَنْ أَبْي هَارُونَ قَالَ رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرب فكان عون يحدثنا ولحيته ترش من البكاء ويقول صحبت الأذناء فكنت من أكثرهم همى حين رأيتهم أحسن ثيابا وأطي بريحا وأحسن مركبا وجالست أفقراء فاسترحت بهم وقال ولا تنسوا الفضل بينكم إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدعو له رواه ابن أبي حاتل إن الله بما تعملون بصير أي لا يخطى عليه شيء من أموركم وأحوالكم وسيجزي كل عامل بعمله حافظوا على الصلوات والصلاة المسطى وقولوا لله قالتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات في أوقاتها وحفظ حدودها وأدائها في أوقاتها كما ثبت في الصحيحين عن ابن سعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة في وقتها قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قلت ثم أي قال بر الوالدين قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست زدته لزادني وقال الإمام أحمد حدثنا يونس حدثنا ليس عن عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم عن القاسل ابن غنام عن جدته ابن أبيه الدنيا ابن فروا وكانت من من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الأعمال فقال إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة الأول وقتها وهكذا رواه أبو داود والترمذي وقال لا نعرفه إلا من طريق العلم وليس بالقوي عند أهل الحديث وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة المسطى وقد اختلف السلف والخلف فيها أي صلاة هم فقيل إنها الصبح حكاه مالك في الموطة بلاغا عن علي وابن عباس وقاله شايد وابن عليا وغندر وابن أبي عدي وعبد الههاب وشريك وغيرهم عن عوفل الأعراضي عن أبي رجاء العطارد قال صليت خلف ابن عباس الفجر فقلت فيها ورفع يديه ثم قال هذه الصلاة المسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين رواه ابن جمير ورواه أيضا من حديث عوفل عن خلاس ابن عمر عن ابن عباس مثله سلاء وقال ابن جمير حدثنا ابن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عوفل عن أبي المنهان عن أبي العالية عن ابن عباس أنه صلى الغداة في مسجد البصرة فقلت قبل الرقوع وقال هذه الصلاة المسطى التي ذكرها الله في كتابه فقال حافظوا على الصنوات والصلاة المسطى وقولوا لله قانتين وقال أيضا حدثنا محمد ابن عيسى الدام غاني أخبرنا ابن مبارك أخبرنا الربيع ابن أنس عن أبي العالية قال صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغدا فقلت لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جانبي ما الصلاة المسطى قال هذه الصلاة ورعي من طريق أخرى عن الربيع عن أبي العالية أنه صلى مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغدا فلما فرغوا قال قلت لهم أن يتهم الصلاة المسطى قالوا التي قد صليتها قبل وقال أيضا حدثنا ابن بشار حدثنا ابن عثمة عن سعيد ابن بشير عن قتادة عن جابر ابن عبد الله قال الصلاة المسطى صلاة الصبح وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة وأنس وأبي العالية وأبيب بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وإكرمة والربيع بن أنس ورواه ابن جميل عن عبد الله ابن شداد بن الهاد أيضا وهو الذي نص عليه الشافعي رحمه الله محتجا بقوله تعالى وقولوا لله قانتين والقلوت عنده في صلاة الصبح ومنهم من قال هي يستى باعتبار أنها لا تقصر وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين وترد المغرب وقيل لأنها بين صلاتين ليل جهريتين وصلاتين هار سرية وقيل إنها صلاة الذهر قال أبو داود الطيارسي في مسنده حدثنا ابن أبي ذئ عن الزبرقان يعني ابن عمر عن زهرة يعني ابن معبد قال قلنا دروسا عند زيد ابن ثابت فأرسلوا إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى فقال هي الظهر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميها بالهجير وقال أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا عمر بن أبي حكيم سمعت الزبرقان يحدث عن عرية بن الزبير عن زيد بن ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسميه 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 بالهاجرة ولم يكن يسميه صلاة أشد على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منها فنزلت حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قال وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين ورواه أبو داود في سننه من حبيث شعبة به وقال أحمد أيضا حدثنا يزيد حدثنا ابن أبي وهد عن الزبرقان أن رهبا من قريش مر به زيد بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى فقال هي العصر فقام إليه رجلان منهم فسألاه فقال هي الذهر ثم انصرف إلى أسامة بن زيد فسألاه فقال هي الذهر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الذهر بالهجير فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فأنزل الله حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قال تين قال فقال رسول الله سل الله عليه وسلم وينتهي يمن رجال أول أحرق النبيوتهم والزبرقان هو ابن عمر ابن أمية الدمر لم يدرك أحدا من السحابة والصحيح ما تقدم من روايته عن زهرة بن عبد وعرية بن الزبير وقال شعبة همام عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن ابن عمر عن زيد بن ثابت قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر وقال أبو داويد الطيارسي وغيره عن شعبة أخضرني عمر بن سليمان من يلد عمر ابن الخطاب قال سمعت عبد الرحمن ابن أبان ابن عثمان يحدث عن أبيه عن زيد بن ثابت قال الصلاة الوسطى هي الظهر ورواه ابن جميل عن زكري ابن يحيى ابن أبي زائدة عن عبد الصمد عن شعبة عن عمر بن سليمان عن زيد بن ثابت في حديث رفعه قال الصلاة الوسطى صلاة الظهر وممن روا عنه أنها الظهر ابن عمر وأبو سعيد وعائشة على اختلاف عنهم وهو قيل عروة بن الزبير وعبد الله بن شداد بن الهاد ورواية عن أبي حنيفة رحمهم الله وقيل إنها صلاة العصر قال الترمذي والبغوي رحمه الله وهو قول أكثر علماء الصحابة وغيرهم وقال القاد الناوردي هو قول جنهور التابعين وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر هو قول أكثر أهل الأثر وقال أبو محمد بن عطية في تفسيره وهو قول جنهور الناس وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن دخل في الدنيات في كتابه أن يسمى بكشف الوطى في تدوين الصلاة الوسطى وقد نصى فيه أنها العصر وحكاه عن عمر وعبي بن سعود وأبي أيوب وعبد الله بن عم وصمرة ابن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأم حبيدة وأم سلمة وعن ابن عمر وابن عباس وعائشة على الصحيح عنه وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزيم وزر بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي ومقاتل وعبيد بن مريم وغيره وهو مذهب أحمد بن حنبل قال القاضي ما يرد والشافعي قال ابن منذر وهو الصحيح عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد واختاره ابن حبيب المالك رحمه الله ذكر الدليل على ذلك قال الإيمان أحمد حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن يسلم عن شتير بن شك عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب شغلينا عن الصلاة المسطى صلاة العصر نلأ الله قلوبه وبيوته النعرى ثم صلوها بين العشاء المغرب والعشاء وكذا رواه مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضريب والنسائي من طريق عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن نسلي بن صبيح عن أبي الدحى عن شتير بن شكل بن حميد عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقد رواه مسلم أيضا من طريق شعبة عن الحكم بن عيين عن يحيى ابن جزار عن علي ابن أبي طالب وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد من أصحاب المساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عبيدة السلماني عن علي من به ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به قال الترمذي ولا يعرف سماعه من من فضلك تابع بقية المادة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة للتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطق أن تقدم لكم هذه المادة تفسير تفسير سورة البقرة لابن كثير وقال وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن سنان حدثنا عبد الرحمن بن يهدي عن سفيان عن عاصر عن زر قال قلت لعبيدة سلعليا عن الصلاة المسطع فسأله فقال كنا نراها الفجر أي الصبح حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الأحزاب شغلونا عن الصلاة المسطى صلاة العصر نلأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نارا ورواه بن جرير عن بن دار عن ابن نهدي به وحديث يوم الأحزاب وشغل المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب عن أداء صلاة العصر يومئذ مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم وإنما المقصود رواية من نص منهم في روايته أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر وقد رواه مسلم أيضا من حديث بن مسعود والبراء بن عازب رضي الله عنهما حديث آخر قال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة المستى صلاة العصر وحدثنا بهج معفان قال حدثنا أبان حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حافظوا على الصلاة والصلاة المستى وسماها لنا أنها هي صلاة العصر وحدثنا محمد بن جعفر وروح قال حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هي العصر قال ابن جعفر سئل عن صلاة المستى ورواه التريبي من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة وقال حسن صحيح وقد سمع منه حديث آخر وقال ابن جميد حدثنا أحمد بن مميع حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء عن التيمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة المستى صلاة العصر بريق أخرى بل حديث آخر قال ابن جميد وحدثنا المثنى حدثنا سليمان ابن أحمد الجرشي الواسط حدثنا الوليد ابن مسلم قال أخبرني صدقة ابن خالد حدثني خالد ابن دهقان عن خالد ابن سيلان عن كهيل ابن حرمنة قال سئل أبو هريرة عن الصلاة المستى فقال اختلفنا فيها كما اختلفتم فيها ونحن بفناء بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا الرذل الصالح أبو هاشم ابن عتبة ابن ربيعة ابن عبد شمس فقال أنا أعلم لكم ذلك فقام فاستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليه ثم خرج إلينا فقال أخبرنا أنها صلاة العصر غريب من هذا الوجه جدة حديث آخر قال ابن جريد حدثنا أحمد بإسحاق حدثنا عبد أحمد حدثنا عبد السلام عن نسلم النولى أبي جبيد حدثني إبراهيم بوزيد الدمشق قال كنت جالسا عند عبد العزيز بن مريان فقال يا فلان اذهب إلى فلان فقل له أي شيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة الوستعى فقال رجل جالس أرسلني أبو بكر أرسلني أبو بكر وعمر وأنا علام صغير أسأله عن الصلاة الوستعى فأخذ أصبعي الصغيرة فقال هذه صلاة الفجر وقبض التي تليها فقال هذه الظهر ثم قبض الإبهام فقال هذه المغرب ثم قبض التي تليها فقال هذه العشاء ثم قال أي أصابعك بقيت فقلت نوسطى فقال أي الصلاة بقيت فقلت العصر فقال هي العصر خليب أيضا جدا حديث حديث آخر قال ابن جميل حدثني محمد بن عيث الطائي حدثنا محمد بن اسماعين بن عياش حدثني أبي حدثني أبو ضندم ابن زرعة عن شريح ابن عبيب عن أبي مالك من أشعره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الوسطى صلاة العصر إسناده لا بأس به حديث آخر قال أبو حاتم ابن حدان في صحيحه حدثنا أحمد ابن يحيا ابن زهير حدثنا الجراح ابن أخلب حدثنا عمر ابن عاصم حدثنا همام ابن يورق العجلي عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر وقد رلت الريدي من حديث محمد ابن طلحة ابن مصرف عن زبيد اليان عن مرة همدان عن ابن سعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر ثم قال حسن صحيح وأخرجه يسلم في صحيحه من طريق محمد ابن طلحة به ونفض شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الحديث فهذه مصوش في المسألة لا تحتمل شيئا ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رواية الزهرية عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من فاتته صلاة العصر فكأن ما وطر أهله وماله وفي الصحيح أيضا من حديث الأوزاع عن يحيي أبي أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي كثير عن أبي مجاه عن بريدة ابن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بكروا بالصلاة في يوم الغير فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله وقال الإيمان أحمد حدثنا يحيي أبي إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبد الله ابن هبيرة عن أبي كمين عن أبي نظرة الوفار قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديتهم يقال له الحميص صلاة العصر فقال إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها ألا ومن صلىها ضعف له أجرب مرتين ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد ثم قال رواه عن يحيى ابن إسحاق عن الليث بن جبير بن نعيم عن عبد الله بن هبيرة به وهكذا رواه مسلم والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث ورواه مسلم أيضا من حديث محمد بن إسحاق حدث من يزيد بن أبي حبيب كلاهما عن جبير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي به فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضا حدث ما إسحاق أخبر من مالك عن زيد بن أسلم عن القعقاء بن حكيم عن أبي يونس مولى عائشة قال أمرتني عائشة أن أكتب لها مصحفا قالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى فآذني فلما بلغتها آذنتها فأمنت علي حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قامتين قالت سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك به وقال أبو جريب حدثني بني ثنم حدثنا الحجاج حدثنا حماد عن هشام بن عرية عن أبيه قال كان في نصحف عائشة حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر وهكذا رواه من طريق الحسن البصري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها كذلك وقد روا الإمار مالك أيضا عن زيد بن أسلم عن عمر بن رافع قال كنت أكتب مصحفا لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذن حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى فلما بلغتها آذنتها فأملت علي حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قال تيب وهكذا رواه محمد بن إسحاق ابن يسار فقال حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع نول بن عمر أن عمر بن نافع قال فذكر مثله وزاد كما حفثتها من النبي صلى الله عليه وسلم ضريق أخرى عن حفصة قال ابن جريب حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي دشر عن عبد الله بن يزيد الأزدي عن سالم بن عبد الله أن حفصة أمرت إنسان أن يكتب لها وصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فآذين فلما بلغ آذنها فقالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر ضريق أخرى قال ابن جريب حدثنا ابن يسمى حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبيد الله عن نافع أن حفصة أمرت نولى لها أن يكتب لها مصحفا فقالت إذا بلغت هذه الآية حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فلا تكتبها حتى أوليها عليك كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها فلما بلغها أمرته فتتبها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين قال نافع فقرأت ذلك المصحفة فوجدت فيه الياه وكذا روى ابن جريب عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرأا كذلك وقال ابن جريب حدثنا أبو كريب حدثنا عبيدة حدثنا محمد ابو عمر حدثني أبو سلمة عن عمر المرافع ميلى عمر قال كان في مصحف حفصة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين وتقرير معارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواي العطف التي تقتضي المغايرة فدن ذلك على أنها غيرها وأجيد عن ذلك الوذور أحدها أن هذا إن غير على أنه خبر فحديث علي أصح وأصرح له وهذا يحتمل أن تكون الواي زائدة كما في قوله وكذلك انفصل الآيات ولتستدين سبيل المجرمين وكذلك مريء إبراهون ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين أو تكون لعطف الصفات لا لعطف الذواب كقوله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكقوله سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدا والذي أخرج المرعى وأشباه ذلك كثيرة وقال الشاعر إلى الملك القرن وابن الهمام وليس الكتيدة في المزدحم وقال أبو داود الإياد سلط الموت والمنون عليهم فلهم في صدى المقاب نهام والموت هو المنون قال عبي بن زيد العباد فقد ددت الأدين لراهشيه فألفى قولها كذبا ومينا والكذب هو المين وقد نصص دويه شيخ النحات على جواز قول القائد مرنت بأخيك وصاحبك ويقول الصاحب هو الأخ نفسه والله أعلم وأما إن روي على أنه قرآن فإنه لم يتواتر فلا يثبت بمثل خبر واحد قرآن ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عثان رضي الله عنه في المصحف ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم لا من السبعة ولا من غيرهم ثم قد رولي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث قال نسلم حدثنا إسحاق بن راهوي أخبرنا يحيى بن آدم عن فديل بن مرزوق عن شقيق بن عقدك عن البراء بن عازب قال نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ثم نسخها الله عز وجل فأنزلت حافظوا على الصلوات وصلاة الوسطى فقال له زاهر رجل كان مع شقيق أفهي العصر قال قد حدثتك كيف نزلت وكيف نسخها الله عز وجل قال نسلم ورواب الأشجاعي عن الثوري عن الأسود عن شقيق قلت وشقيق هذا لم يره له مسلم سوى هذا الحديث الواحد والله أعلم فعلى هذا تكون هذه التلاوة وهي تلاوة جادة ناسخة لنفذ رواية عائشة وحفصة والمعناها إن كانت الواو دالة على المغايرة وإلا فلفظها فقط والله أعلم وقيل إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وفي إسناده نظر فإنه رواه عن أبيه عن أبي الجمهر عن سعيد بن بشير عن قتابة عن أبي الخليل عن عمله عن ابن عباس قال صلاة الوسطى المغرب وحكى هذا القول إبن جرير عن قبيصة ابن هؤيد وحكى أيضا عن قتابة على اختلاف عنه ووجه هذا القول بعضهم بأنها وسطى في العبد بين الرباعية والصنائية وبأنها وطر المفعودات وبما جاء فيها من الفضيلة والله أعلم وقيل إنها العشاء الأخيرة اختاره علي بن أحمد الواحد في تفسيره المشهور وقيل هي واحدة من الخمس لا بعينها وأبلمت في الهند كما أبلمت ليلة القدري في الحول أو الشهر أو العشر ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيد وشريح القادم ونافع النول بن عمر والربيع بن خيثة ونقل أيضا عن زيد بن ثابت واختاره إمام الحرمين الجوين في رهايته وقيل بل الصلاة الوسطى نجموع الصلاوات الخمس رواه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وفي صحته أيضا نظر والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمير إمامنا وراء البحر وإنها نئحدا كبر إذ اختاره مع اطلائه وحفظه ما لم يقم عليه دميل من كتاب ولا سنة ولا أخر وقيل إنها صلاة العشاء وصلاة الفطر وقيل بل هي صلاة الجماعة وقيل صلاة الجوع وقيل صلاة الخوف وقيل بل صلاة عيد الفطر وقيل بل صلاة الأطحى وقيل الوتر وقيل البحى وتوقف فيها آخرون مما تعاربت عندهم الأدلة ولم يظهر لهم وجه الترجيح ولم يقع الإجماع على قول واحد بل لم يزن النزاء فيها موجودا من زمان الصحابة وإلى الآن قال ابن جريب حدثني محمد بن بشار وابن ثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتابة يحدث عن سعيد بن مسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مختلفين في الصلاة المسطى هكذا وشدك بين أصابعه وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلها وإنما المدار ومعترك المزاع في الصبح والعصر وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها وقد رضى الإمام أبو محمد عبد الرحمن ابو أبي حاتم الرازي رحمه الله في كتاب الشافعي رحمه الله حدثنا أبي سمعت حرملة ابن يحيى النخل يقول قال الشافعي كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف قيمي مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولا ولا تقلدون وكذا روى الربيع والزعفراني وأحمد بن محمد عن الشافعي وقال نوسى أبو الوليد بن أبو الجارود عن الشافعي إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي وقائر بذلك فهذا من سيادته وأمانته وهذا نفس إخوانه من الأئمة رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين آمين ومنها هنا قطع القابل ماوردي بأن مذهب الشافعي رحمه الله أن صلاة المسطى هي صلاة العصر وإن كان قد نس في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدث المذهب ولله الحمد والمن ومن الفقهاء في المذهب من يمكن أن تكون هي العصر مذهب الشافعي وصرموا على أنها الصبح قيلا واحدا قال الماوردي ومنهم من حكى في المسألة قيلا ولتقرير المعارضات والجوابات موضع آخر غير هذا وقد أفردناه على حدة ولله الحمد والمن وقوله تعالى وقومي لله قانتين أي خاشعين بنيون مستكينين بين يديه وهذا الأمر استنزل ترك الكلام في الصلاة لمنوفاته إياها ولهذا لما انتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الرب على ابن مسعود حين سلم عليه وهو في الصلاة اعتبر إليه بذلك وقال إن في الصلاة لشغلا وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاوية ابن الحكم السلم حين تكلم في الصلاة إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وذكر الله وقال الإمام أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل حدثني الحارث بن شبيب عن أبي عمري الشيدان عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكمل صاحبه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الحاجة في الصلاة حتى نزلت هذه الآية وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت رواض الجماعة سياد مناجة من طرق عن إسماعيل به وقد أشكل هذا الحديث عن جماعة من العلماء حيث ثبت عندهم أن تحرين الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى عرض الحبشة كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فيرد علينا قال فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد عليه فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلم قال إني لم أرد عليك إلا أنني كنت في الصلاة وإن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث أن لا تكلم في الصلاة وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قدونا وهاجر إلى الحبشة ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر إلى المدينة وهذه الآية وقول لله قامتين مدنية بلا خلاف فقال قائلون إنما أراد زيد بن أرقا بقوله كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة الإخبار عن جنس الكلام واستدل على تحرير ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منها والله أعلم وقال آخرون إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليها ويقول ذلك قد أبيح مرتين وحرم مرتين كما اختار ذلك قيم من أصحابها وغيرهم والأول أظهر والله أعلم وقال الحافظ أبي يعلى أخبرنا بشر بن يليد أخبرنا إسحاق بن يحيا عن المسيد عبد سعود قال كنا نسمن بعضنا على بعض في الصلاة فمررت برسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في نفسي أنه نزل في شيء فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال وعليك السلام أيها المسلم ورحمة الله إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء فإذا كنتم في الصلاة فقوتوا ولا تكلموا وقالوا فإن خفتم فرجالا أو رقبانا فإذا أنتم فاذكر الله كما علمكم ما لم تكون تعلمون لما أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال الذي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل وهي حال القتال وامتحال الحرب فقال فإن خفتم فنجانا أو رقبانا أي فصلوا على أي حال كان مجانا أو رقبانا يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها كما قال مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال فإن كان خوف أشد من ذلك صلي رجالا على أقدامهم أي رقبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها قال نافع لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه البخاري وهذا نفض مصر ورواه البخاري أيضا من وجه آخر عن ابن جريج عن نوسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه أو قريبا منه والمسلم أيضا عن ابن عمر قال فإن كان خوف أشد من ذلك فصل راكدا أو قائما تلؤوا ماء من فضلك تابع بقية المادة وفي حديث عبد الله بن أنيس جهن لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيانا الهذن ليقتله وكان نحو عرفة أو عرفات فلما واجهه حانت صلاة العصر قال فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا أومئ بناء الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود بإسناد جيد وهذا من رخص الله التي رخص لعباده ووضعه الأعصار والأغنان عنهم وقد رأبوا أبي حاتم من طريق شديد بن بشر عن عكيلة عن ابن عباس قال في هذه الآية يصني الراكب على دابته والراجل على رجليه قال ورع من حسن ومجاهد ومكهور والسد والحكم ومالك والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح نحو ذلك وزاد ويومئ برأسه أينما توجه ثم قال حدثنا أبي حدثنا غسان حدثنا داود يعني ابن علية عن مطرف عن عطية عن جابر بن عبد الله قال إذا كانت المسايفة فلومئ برأسه إيماء حيث كان وجهه فذلك قوله فرجانا أو رقبانا ورع عن الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية وانحكم وحماد وقتادة محو ذلك وقد ذهب الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم الجيشان وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير من حديث أبي عوانة الوضاح ابن عبد الله يشكو زاد مسلم والنسائي وأيوم بن عائد كلاهما عن بكير ابن أخنس الكوفي عن مجاهد عن ابن عباس قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة وبه قال الحسن البصري وقتادة والضحاك وغيرهم وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار حدثنا ابن مهدي عن شعبة قال سألت الحكم وحمادا وقتادة عن صلاة المسايفة فقال ركعة وهكذا رأى الثوري عنهم سواء وقال ابن جرير أيضا حدثني سعيد بن عمر السكون حدثنا بقية بن وليد حدثنا المسعودي حدثنا يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال صلاة الخوف ركعة واختار هذا القول ابن جرير وقال البخاري باب الصلاة عند الناهضة الحصول ولقاء العدو وقال الأوزاع إن كان تهيأ الفتحه ولم يقدروا على الصلاة صلوا إيماء كل مرئ لنفسه فإن لم يقدروا على الإيماء أخوا الصلاة حتى ينكشف القتال ويأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا وبهي قال مقهوم وقال أنس بمالك حضرت مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر واشتد اشتغال القتال فلم يقدروا على الصلاة فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار فصليناها ونحن مع أبي نيسى ففتح لنا قال أنس وما يصرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها هذا نفذ البخاري ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يوم الخندق لعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس وبقوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريبة لا يصمين أحد منكم العصر إلا في بني قريبة فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا لن يرد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تعجيل السير ومنهم من أدركته فلم يصمين إلى أن غربت الشمس في بني قريبة فلم يعنف واحدا من الفريقين وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القول والجنهور على خلافه ويعونون على أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء ووردت بها الأحاديث لم تكن مشروعة في غزوة الخندق وإنما شرعت بعد ذلك وقد جاء مصرحا بهذا في حديث أبي سعيد وغيره وأما مكحونه والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافي جواز ذلك لأن هذا حال مادر خاص فيجوز فيه مثل ما قلنا بدلون سميع الصحابة زمن عمر في فتح تستر وقد اشتهر ولم ينكر والله أعلم وقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله أي أقيموا صلاتكم كما أمرتم فأتموا ركوعها وسجودها وقيامها وقهودها وخشوعها وهجودها كما علمكم ما لم تكن تعلمين أي مثل ما أنعم عليكم وهداكم من إيمان وعلمكم ما ينفعكم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكر كقوله بعد ذكر صلاة الخوف فإذا اطمئننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وستأت الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت له الصلاة الآية والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم ومن مطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون قال الأكثرين هذه الآية منسوخة بالتي قبلها وهي قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة قال البخاري حدثنا أمية حدثنا يزيد بن زريع عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير قلت لعثمان ابن عفان والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا قد نسختها الآية الأخرى فلن تكتبها أو تدعها قال يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها ليه بقاء حكمها فأجابه أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن ابن محمد ابن الصباح حدثنا حجاج ابن محمد عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء عن ابن عباس في قوله إن الذين يتوفون منكم ويظرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها في الدار سنة فنسختها آية المواريث فجعل لها الثمن أو الربع مما ترك الزوج ثم قال ورؤي عن أبي نوسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وإكلمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الحراسان والربيع بن أنس أنها منسوخة ورؤي من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله بع والذين يتوفون منكم ويظرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرة فهذه عدة متوفى عنها زوجها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطلها وقال ولهن الرضع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة قال ورؤي عن مجاهد والحسن وإكرمة وقتابة والضحاك والربيع ومقاتل ابن حيان قال نسختها أربعة أشهر وعشرة قال ورؤي عن سعيد بن المسيب قال نسختها التي في الأحزاب يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات أم آية قلت ورؤي عن مقاتل وقتابة أنها منسوخة بآية الميراث وقال البخاري حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا روح حدثنا شبن عن ابن أبي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذعون أزواجا قال كانت هذه من معتبة تعتب عند أهل زوجها واجد فأنزل الله والذين يتوفون منكم ويذعون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف قال جعل الله تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليبة وصية إن شاءت سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت وهو قيل الله غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد رحمه الله وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها فتعتد حيث شاءت وهو قيل الله تعالى غير إخراج قال عطاء إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكيت في وصيتها وإن شاءت خرجت لقول الله فلا جناح عليكم فيما فعلنا قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنة فتعتد حيث شاءت ولا سكنة لها ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه بهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتباد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا من أربعة أشهر وعشر وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاح بالزوجات أن مكن من السكن في بيوت أزواجهم بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك ولهذا قال وصية لأزواجهم أي يوصيكم الله بهن وصية كقوله يوصيكم الله في أولادكم الآية وقوله وصية من الله وقيل إن من انتصب على معنى فالتوس لهم وصية وقرأ آخرون بالرفع وصية على معنى كتب عليكم كتب عليكم وصية واختار واختارها ابن جويل ولا ينعن من ذلك لقوله غير إخراج فأما إذا انقبت عدتهم بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا ينعن من ذلك لقوله فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف وهذا القول له اتجاه وفي النفض مساعدة له وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسنم وإن أرادوا أن سقنا أربعة أشهر وعشر لا تجر في تلكة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعي رحمه الله وقد استدلوا على وجوب السقن في منزل الزوج بما رواه مالك في ميوط عن سعد بن إسحاق ابن كعب بن عجرة عن عمته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخضرية رضي الله عنهما أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسألت أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدور نحقهم فقتلوا قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خضرة فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفق قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قالت فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنديت له فقال كيف قلت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال انكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل قال فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرة قالت فلما كان أثنان بن عثان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به ورواه النسائي أيضا وابن ماجه من طرق عن سعد بن إسحاق به وقال الترمذي حسن صحيح وقوله وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما نزل قوله تعالى متاعا بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل إن شئت أحسنت ففعلت وإن شئت لم أفعل فأنزل الله هذه الآية وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين وقد استذل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجود المتعة لكل مطلقة أو مفروضا لها أو مطلقة قبل المسيس أو مدخولا بها وهو قول عن الشافعية رحمه الله وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره بن جرير ومن لم يجبها مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى لا جناح عليكم إن تلقته النساء ما لم تمسوهن أو تفردوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم فلا تخصيص على المشهور المنصور والله أعلم وقومه كذلك يبين الله لكم آياته أي في إحلاله وتحرينه وفروضه وحدوده فيما أمركم به ونهاكم عنه بينه ووضحه وفصره ولم يتركه مجملا في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون أي تفهمون وتتدبرون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف إن حضر الموت فقال له لله موتوا ثم أحياهم إن الله لذي فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف وعنه كانوا ثمانية آلاف وقال أبو صالح تسعة آلاف وعن ابن عباس أربعون ألفا وقال وهب بن نبه وأبو مالك كانوا بضعة وثلاثين ألفا وروا ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال كان أهل قرية قال لها ذا وردان وكذا قال السدي وأبو صالح وزاد من قبل واسط وقال سعيد بن عبد العزيز كانوا من أهل أذرعات وقال ابن ذريج عن عطاء قال هذا مثل وقال علي بن عاصم كانوا من أهل ذا وردان قرية على فرصخ من قبل واسط وقال وكيع بن الجراح في تفسيره حدثنا سفيان عن ليسرة ابن حبيب النهدي عن المنهان بن عمر الأسدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت قال كانوا أربعة آلاف خرجوا فرارا من الطاعون قالوا نأتي أرضا ليس بها موت حتى إذا كانوا بنوضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا فماتوا فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم فذلك قوله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت الآية وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة في زمان بن إسرائيل استوخموا أرضهم وأصابهم بها وباء شديد فخرزوا فرارا من الموت هاربين إلى البرية فنزلوا واديا أفيح فملأوا ما بين عدوتيه فأرسل الله إليهم ملكي أحدوما من أسفل الوادي والآخر من أعلاه فصاحا بهم صيحة واحدة فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد فحيزوا إلى حظائر وبني عليهم جدران وفنوا وتمزقوا وتفرقوا فلما كان بعد دهر مر به النبي من أنبياء بني إسرائيل يقال له حزقين فسأل الله أن يحييهم على يديه فأجابه إلى ذلك وأمره أن يقول أيتها العظام البانية إن الله يأمرك أن تجتمعي فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض ثم أمره فنادى أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحما وعصدا وجدا فكان ذلك وهو يشاهده ثم أمره فنادى أيتها الأرواح إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فقاموا أحياء ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون سبحانك لا إله إلا أنت وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة ولهذا قال إن الله لذو فضل على الناس أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والذلالات الدامغة ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودلياهم وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه فإن هؤلاء خرضوا فرارا من الوباء طلبا لطول الحياة فعلموا بنقيب قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد حدثنا إسحاق بن عيسى أخبرنا مالك وعبد الرزاق أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن الحارف بن نوفل عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسره لقيه أمراء الأجناب أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام فذكر الحديث فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته فقال إن عندي من هذا علما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فحمد الله عمر ثم انصرر وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به بطريق أخرى لبعضه قال أحمد حدثنا حجاج ويزيد العمي قال أخبرنا ابن أبن ذئب عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا السقن عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا قال فرجع عمر من الشام وأخرجاه في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري بنحوه وقوله وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سموع عليم أي كما أن الحذر لا يهني من القدر كذلك الفرار من الجهاد وتجلبه لا يقرب أجلا ولا يبعده بل الأجل المحتوم والرزق المقصوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه كما قال تعالى الذين قالوا لإخوان بن وقعد لو أطاعونا ما قتلوا قل فاضرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين وقال تعالى وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل نتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكون مدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة ورأينا عن أني الجيوش ومقدم العساكر وحال حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن وليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت لقد شهدت كذا وكذا موقفا وما من عدو من أعضائي إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحر ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه وقوله من ذا الذي يقرد الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة يحس تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله وقد كرر تعالى هذه الآية في كتابه العزيز في غير مودة وفي حديث النجين أنه يقول تعالى من يقرب غير عديم ولا ظلوم وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن حارث عن عبد الله بن سعود قال لما نزلت من ذا الذي يقرد الله قرضا حسنا فيضاعفه له قال أبو الدحباح الأنصار يا رسول الله وإن الله عز وجل ليند لنا القرض قال نعم يا أبو الدحباح قال أري يدك يا رسول الله قال فناوله يده قال فإني قد أقردت ربي عز وجل حائطي قال وحائط له فيه ستمائة نخلة وأم الدحباح فيه وعيالها قال فجاء أبو الدحباح فناداها يا أم الدحباح قالت لبيك قال خوجي فقد أقردته ربي عز وجل وقد رواه ابن مردوين من حديث عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه مرفوعا بنحوه وقوله قرضا حسنا روي عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله وقيل هو النفقة على العيال وقيل هو التسبيح والتقديس من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير وقيله فيضاعفه له أبعاثا كثيرة كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناد في كل سنبلة يأت حبة والله يضاعف لمن يشاء الآية وسيأتي الكلام عليها وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد أخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن أبي أثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة رضي الله عنه فقلت له إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة قال وما أعجبك من ذلك لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألف لألف حسنة هذا حديث غريب وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير لكن رواه بن أبي حاكم من وجه آخر فقال حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدد حدثنا يونس بن محمد المؤدد حدثنا محمد بن عطبة الرفاع عن زياب الحصاص عن أبي عثمان النهدي قال لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني فقدم قبلي حاجا قال وقدمت بعده فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف حسنة ألف ألف حسنة فقلت ويحكم والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبي هريرة مني فما سمعت هذا الحديث قال فتحملت أريد أن ألحقه فوجدته قد انطلق حاجا فانطلقت إلى الحاج أن ألقاه في هذا الحديث فلقيته بهذا فقلت يا أبا هريرة ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك قال ما هو قلت زعم أنك تقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة قال يا أبا عثمان وما تعجب من ذا والله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أبعافا كثيرة ويقول وما متاء الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل والذي نفسي بيده لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف حسنة ألف ألف حسنة وفي معنى هذا الحديث ما رواب الترميذي وغيره من طريق عمر بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة الحديث وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ابن بسان حدثنا أبو إسماعيل المؤدد عن عيسى ابن المسيب عن نافع عن ابن عمر قال مما نزلت مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب إلى آخرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب زد أمتي فنزلت من ذا الذي يقرض الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قال رب زد أمتي فنزلت إننا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وروا ابن أبي حاتم أيضا عن كعد الأحبار أنه جاءه رجل فقال إني سمعت رجلا يقول من قرأ قل هو الله أحد مرة واحدة بل الله له عشرة آلاف ألف غرفة من در وياقوت في الجنة أفأصدق بذلك قال نعم أو عجبت من ذلك قال نعم وعشرين ألف ألف وثلاثين ألف ألف وما لا يحصي ذلك إلا الله ثم قرأ من ذا الذي يقرض الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة فالكثير من الله لا يحصى وقوله والله يقبض ويبسط أي أنفق ولا تغانوا فالله هو الرزاق يضيق على من يشاء العباده في الرزق ويوسعه على آخرين له الشكمة البامغة في ذلك وإليه ترجعون أي يوم القيامة ألم تأل الملأ من دني إسرائيل من بعد نوسى إذ قالوا لنبي الله يبعث لنا ملكا نقاط في سبيل الله قال هل عفيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا قالوا وما لنا أن لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من بيارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تغلوا إلا قميلا منهم والله عليهم بالظالمين قال عبد الرزاق عن معمر عن قتابة هذا النبي هو يوشع ابنين قال ابن جرير يعني ابن أفرائم ابن يوسف ابن يعقوب وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل وكان ذلك في زمان داود عليه السلام كما هو مصرح به في القصة وقد كان بين داود وموسى ما ينيف عن ألف سنة والله أعلم وقال السدي هو شمعين وقال مجاهد هو شمعين عليه السلام وكذا قال محمد بن إسحاق عن وهد بن منده وهو شمعين ابن داني ابن علقمة ابن ترخام ابن الوحد ابن ذهرب ابن علقمة ابن ياجب ابن عمرصة ابن عزريا ابن صفية ابن علقمة ابن أبي ياشف ابن قارون ابن يصهر ابن قاهف ابن لاوي ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليه السلام وقال وهد بن مند وغيره كان بني إسرائيل وبعد موسى عليه السلام على طريق الاستقامة مدة من الزمان ثم أحدث الأحداث وعبد بعض بهم أصنام ولم يزن بين أظهر من الأنبياء من يأمرهم بالمعروف وينهام عن المنكر ويقيمه على منهج التوراة إلى أن فعلوا ما فعلوا فصلت الله عليهم أعداءهم فقتلوا منهم مقتلة معهون وأصروا خلقا كثيرا وأخذوا منهم بلاد كثيرا ولم يكن أحد لم يقاتلهم ألا غلبوا وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذي كان في قديم الزمان وكان ذلك وكان ذلك ميروسا لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكريم عليه الصلاة والسلام فلم يزن بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب وأخذت توراة من أيديهم ولم يبقى من يحفظها فيهم إلا القليل وانقطعت النبوية من أصباطهم ولم يبقى من صبت لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعدها وقد قتل فأخذوها فحبسوها في بيت واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاما يكون نبيا لهم ولم تزل المرأة تدهو الله عز وجل أن يرزقها غلاما فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته شمين أي سمع الله دعاء ومنهم من يقوم شمعين وهو بنعناه فشب ذلك الغلام ونشأ فيه وأنبته الله نباتا حسن فلما بلو سن الأنبياء أوحى الله إليه وأمره بالدعوة إليه وتوحيده فدعا بني إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم وكان الملك أيضا قد داد فيهم فقال له من النبي فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا ألا تقاتلوا وتفوضوا ما انتزمتم من القتال معه قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديالنا وأبنائنا أي وقد أخرت منا البلاد وسبية الأولاد قال الله تعالى فلما كتب عليه من قتال تولوا إلا قليلا له والله عليم بالظالمين أي ما وثل بما وعد بل مكل عن الجهاد أكثرهم والله عليم بهم وقال له النبي إن الله قد بعث لكم طاليك ملكا قالوا أما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله ياسع عليم أي لما طلبوا من نبيهم أن يعين لهم ملكا منه فعين له طاليك وكان رجلا من أجنابهم ولم يكن من بيت الملك فيهم لأن الملك كان في سبت يهوذة ولم يكن هذا من ذلك السبت فلهذا قالوا أما يكون له الملك علينا أي كيف يكون ملكا علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال أي وهي مع هذا فقير ما مال له يقول بالملك وقد ذكر بعضهم أنه كان سقاء وقيل جباغا وهذا اعتراض ليهم على نبيهم وتعلم وكان الأولى به داعة وقيل معروف ثم قد أجابه النبي قائلا إن الله اصطفاه عليكم أي اختاره لكم من بيكم والله أعلم به ليكم يقول لست أنا الذي عينته لتلقاء نفسي بل الله أمرني به لما طلبت مني ذلك وزاده بستة في العلم والجسم أي وهي مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها أي أتمو علما وقامة منكم ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدره ونفسه ثم قال والله يؤتي ملكه من يشاء أي هو الحاكم الذي ما يشاء فعل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألين بعنه وحكمته ورأفته بخلقه ولهذا قال يالله واسع عليم أي هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحق وقال له النبي إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل نيسى وآل هارون تحمل ذو الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمن يقول يقول له النبي إن علامة بركة ملك طالي عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخر ذلك فيه سكينة من ربكم قيل معناه فيه وقار وزلالة قال عبد الرزاق عن معمر عن قتاب فيه سكينة أي وقار وقال الربيع رحمة وكذا ربيع عن العوف عن ابن عباس وقال ابن ذريج سألت عطاء عن قول فيه سكينة من ربكم قال ما تعرفون من آيات الله فتسكرون إليه وكذا قال الحسن البصري وقيل السكينة استم ذهب كانت تبسل فيه قروض الأنبياء أعطاها الله نوسى عليه السلام فوضع فيها الأنواح ورواه السدي عن أبي نالك عن ابن عباس وقال سفيان الثوري عن سلمة ابن كهيل عن أبن أحوص عن علي قال السكينة لها وجه كوجه الإنسان ثم هي روح هفافة وقال ابن جليل حدثني مثم حدثنا أبو دايود حدثنا شعبة حماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال السكينة روح خذيج ولها رأسان وقال مجاهد لها جناحان وذنب وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن نبه السكينة رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت بصراخ هر أي قلي بالنص وجاءهم الفتح وقال عبد الرزاق أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول السكينة روح من الله تتكلم إذا اختلفوا في شيء تكلموا فتخبرهم بديان ما يردون وقول وبقية مما ترك آل نيسى وآل هاريم قال ابن جليل أخبرنا ابن نيسى حدثنا أبو حدثنا حماد عن داود ابن أبيهم عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية وبقية مما ترك آل نيسى وآل هاريم قال عصاه ورد راض الألواح وكذا قال قتاب والسدي والربيع بن أنس وعكرمة وزاد والطوراة وقال أبو صالح وبقية مما ترك آل نيسى يعني عصى نيسى وعصى هاريم ونوحين من التوراة والمن وقال عطية بنوسى عصى نيسى وعصى هاريم وفياب نيسى وفياب هاريم وردراب الألواح وقال عبد الرزاق سألت الثورية عن قوله وبقية مما ترك آل نيسى وآل هاريم فقال منه من يقول قفيز من من وردراب الألواح ومنه من يقول العصى والنعلان وقوله تحمله الملائكة قال ابن جريج قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون وقال السبي أصبحت تابوت في دار طالوت فآمنوا بمبوية شمهون وأطاعوا طالوت وقال عبد الرزاق عن الثورية عن بعض أشياخه جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة وقيل على بقرتين وذكر غيره أن التابوت كان بأريح وكان المشركون لما أخذوه وضعوه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير فأصبح التابوت على رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته فأصبح كذلك فسمعوه تحته فأصبح الصنم مكسور القوائم ملقا بعيدا فعلموا أن هذا أمر من الله دا قدى لهم به فأخرجوا التابوت من بلدهم فوضعوه في بعض القرى فأصاب أهلها داء في رقابهم فأمرتهم جارية من سب بني إسرائيل أن يلدوا إلى بني إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء فحملوه على بقرتين فسارتا به لا يقربه أحد إلا ميت حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل فكفرتا أن يرين ورجعتا وجاء بني إسرائيل فأخذوه فقيل إنه تسلمه داود عليه السلام وإنه لما قام إليه خجلا فرحه بذلك وقيل شابان منهم فالله أعلم وقيل كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها أزدعوه وقوله إن في ذلك لآية لكم أي على صدقي فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنون أي بالله واللوم الآخر فلما فصل طالوت بالجنوب قال إن الله موتليكم بنهر فمن شرد منه فليس منه ومن لم يطعمه فإنه منه إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا ليه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجانوت وجنوده قال الذين يظنون أنه الملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من نمأ بني إسرائيل وكان جيشه يومئذ فيما ذكاه السدي ثمانون ألفا فالله أعلم أنه قال إن الله مبتليكم أي مختبركم بنهر قال ابن عباس وغيره وهو نهر بين الأرض وفلسطين يعني نهر الشريعة المشهور فمن شرد منه فليس لني أي فلا يصحب من يوم في هذا الوجه ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده أي فلا بأس عليه قال الله تعالى فشربوا منه إلا قليلا منهم قال ابن زريج قال ابن عباس من اغترف منه بيده رويا ومن شرب منهم لم يروى وكذا رواه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس وكذا قال قتادة وابن شوذب وقال السدي كان الجيش ثمانين ألفا فشرب منه ستة وسبعون ألفا وتبقى معه أربعة آلاف كذا قال وقد روا ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعد ابن كدام عن أبي إسحاق السبعي عن البراء ابن عازد قال كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم ببر ثلاثمائة وبدعة عشرة على عدة أصحاب سطانوت الذين جازوا معه النهر وما جازه معه إلا مؤمن ورواه البخاري عن عبد الله بن رجائل عن إسرائيل بن يونيش عن أبي إسحاق عن جده عن البراء بنحوه ولهذا قال تعالى فلما كثيرة 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 بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القول الكافرين فهزموه بإذن الله وقتل داود جانوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضه ببعض فسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أي لما واجه حزب الإيمان وهو قليل من أصحاب طالوت لعديهم أصحاب جانوت وهم عدد كثير قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا أي أنزل علينا صبرا من عيدك وثبت أقدامنا أي في لقاء أعداء وجنبنا الفرار والعبز وانصرنا على القوم الكافرين قال الله تعالى فهزوهم بإذن الله أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم وقتل دايود جانوت ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بالإقلاع إن كان في يده رماه به فأصابه فقتله وكان طالوت قد وعده إن قتل جانوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعنته ويشركه في أمره فوثى له ثم آن الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة ولهذا قال تعالى وآتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت والحكم أي النبوة بعد شموه وعلمه مما يشاء أي مما يشاء الله المنع الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم ثم قال تعالى ولوما دفع الله النوص بعضه ببعض لفسدت الأرض أي لولا الله يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلك كما قال تعالى وليلا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوانع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الآية وقال ابو جريد حدثني أبو حميد الحمص أحد بني المغيرة حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا حفص ابن سليمان عن محمد ابن سلقة عن وبرك ابن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مئة أهل بيت من جيران ذو البلاء ثم قرأ ابن عمر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض وهذا إسناد ضعيف فإن يحيى ابن سعيد هذا هو ابن العطار الحمص وهو ضعيف جدا ثم قال ابن جير حدثنا أبو حميد الحمص حدثنا يحيى ابن سعيد حدثنا عثمان ابو عبد الرحمن عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم وهذا أيضا غريب ضعيف لما تقدم أيضا وقال أبو بكر ابن مردوي حدثنا محمد ابن أحمد ابن إبراهيم حدثنا علي ابن إسماعيل ابن حمد أخبرنا أحمد ابن محمد ابن يحيى ابن سعيد أخبرنا زيد ابن الحباب حدثنا حمد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي السمام عن ثوبان رفع الحديث قال لا يزال فيكم سبعة بهم تنصرون وبهم تنطرون وبهم ترزقون حتى يأتي أمر الله وقال ابن مردويه أيضا وحدثنا محمد ابن أحمد حدثنا محمد ابن جيور ابن يزيد حدثنا أبي نعال نعار ابن نعال ابن عثمان الليثي أخبرنا زيد ابن الحباب أخبرنا عمر البزار عن عنبسة الخواص عن قتابة عن أبي قلابة عن أبي الأشعة الصنعان عن عبادة ابن الصامد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبدال في أمة ثلاثون بهم ترزقون وبهم تنكرون وبهم تنصرون قال قتابة إني أرجو أن يكون الحسن منهم وقول ولكن الله ذو فقد على العالمين أي ذو من من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله في المقال تعالى تلك آيات الله نقضوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق البالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل وإنك يا محمد لمن المرسلين وهذا توقيد وتوقئة للقسم من فضلك تابع بقية المادة تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما تتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتة ولكن الله يفعل ما يريد يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبور وقال هاهنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله يعني نوسى ومحمد صلى الله عليهنا وسلم وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه ورفع بعضهم درجات كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال اليهودي في قسم مقسم لا والذي اصطفى موسى على العالمين فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلون على الأنبياء فإن الناس يسعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبل أن جوزي بصاقة الطور فلا تفضلون على الأنبياء وفي رواية لا تفضلوا بين الأنبياء فالجواب من وجوه أحدها أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل وفي هذا نظر الثالث أن هذا قاله من باب الهب والتواضع الثالث أن هذا نهل عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكم فيها عند التخاصم والتشاجر الرابع لا تفضلوا بمجرد الأعراء والعصبية الخامس ليس مقام التفضيل إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل وعليكم للقياد والتسليم له والإيمان به وقوله وآتينا عينس بن مريم البينات أي الحجج والدلاء للقاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم وأيدناه بروح القدس يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام ثم قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا أي كل ذلك عن قضاء الله وقدره ولهذا قالوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاع والكافرون هم الظالمون يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله سبيل الخير ليدخلوا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم يعني يوم القيامة لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة أي لا يباع أحد من نفسه ولا يفادى بمان لو بذله ولو جاء بملء الأرض ذهبا ولا تنفعه خلة أحد يعني صداقته بل ولا مسابته كما قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ولا شفاعة أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين وقوله والكافرون هم الظالمون مبتبأ محصور في خبر أي ولا ظالم أظلم من واف الله يومئذ كافر وقد روى أبن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون ولم يقل والظالمون هم الكافرون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سلة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يخيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم هذه آية الكرسي ولها شأم عظيم وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن سعيد الجلير عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح عن أبي هو ابن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أي آية في كتاب الله أعظم قال الله ورسوله أعلم فرددها مرارا ثم قال آية الكرسي قال ليهنك العلم أبا منذر والذي نفسي بيده إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش وقد رواه مسلم عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى عن الجليري به وليس عنده زيادته والذي نفسي بيده إلى آخره حديث آخر عن أبي أيضا في فضل آية الكرسي قال الحافظ أبو يعنى الميسل حدثنا أحمد بن إبراهيم الدوّق حدثنا ميسر عن الأوزاع عن يحيى بن أبي كثير عن عبيدة بن أبي لبابة عن عبد الله بن أبي بن كاع أن أباه أخبر أنه كان له جرم فيه تم قال فكان أبي يتعاهده فوجده ينقص قال فحرصه ذات ليلة فإذا هو بذابة شبيه الهلام المحتمم قال فسلمت عليه فرد السلام قال فقلت ما أنت جني أم إنسي قال جني قال قلت ما لن يدك قال فما ولن يده فإذا يد كلب وشعر كلب فقلت هكذا خلق الجن قال لقد علمت الجن ما فيهم أشد منه قلت فما حملك على ما صنعت قال بلغني أنك رجل تحب الصدقة فأحببنا أن نصيد من طعامك قال فقال له أبي فما النبي يجيرنا منكم قال هذه الآية آية الكرسي ثم غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الخبيث وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث أبي داود الطيالسي عن حرب بن شداد عن يحيى بن أبي كثير عن حضرني بن لاحق عن محمد بن عمر بن أبي بن كع عن جده به وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه بريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عثمان بن معتاب قال سمعت أبا السليم قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حتى يكثر عليه فيصعد على سطح بيت فيحدث الناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي آية في القرآن أعظم فقال رجل الله لا إله إلا هو الحي القيوب قال فوضع يده بين كتفي فوجدت بردها بين ثديي أو قال فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر حديث آخر عن الأسكع البقري قال الحافظ أبو القاسم التبران حدثنا أبو يزيد القراطوس حدثنا يعقوب ابو أبي عباد المكي حدثنا مسلم ابن خالد عن ابن جريج أخبرني عمر ابن عطاء أن مولى ابن الأسقع رجل سبق أخبره عن الأسقع الذكر أنه سمعه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء من في صفة المهاجرين فسأله إنسان أي آية في القرآن أعظم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم حتى انقبت الآية حديث آخر عن أنس قال الإمام أحمد حدث حدثنا عبد الله بن حارث حدثني سلمة بن وردان أن أنس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلا من صحابته فقال أي فلان هل تزوجت قال لا وليس عند ما أتزوج به قال أوليس معك قبل والله أحد قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك قل يا أيها الكافرون قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا زلزلت قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك إذا جاء نصر الله قال بلى قال ربع القرآن قال أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو قال بلى قال ربع القرآن حديث آخر عن أبي ذر جندب ابن جنابة قال الإمام أحمد حدثنا وقيع ابن الجراح حدثنا المسعود أنبأني أبو عمر الدمشق عن عبيد ابن الخشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فجلست فقال يا أبا ذر هل صليت قلت لا قال قل فصلي قال فقلت فصليت ثم جلست فقال يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الإنس والجند قال قلت يا رسول الله أول الإنس شياطين قال نعم قال قلت يا رسول الله الصلاة قال خير موضوع من شاء أقل ومن شاء أكثر قال قلت يا رسول الله قال فرد مجزم وعند الله نزيد قلت يا رسول الله فالصدقة قال أضعاف مضاعفة قلت يا رسول الله فأيها أفضل قال جهد من مقل أوسر إلى فقير قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول قال آدم قلت يا رسول الله ونبي كان قال نعم نبي مكلم قلت يا رسول الله كم المرسلون قال ثلاثمائة وضعة عشر جم وقال مرة وخمسة عشر قلت يا رسول الله أين أنزل عليك أعظم قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم ورواه النسائي حديث آخر عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصار رضي الله عنه وأرضاه قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن ابن أبي ليلى عن أخيه عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب أنه كان في سهوة له وكانت الغون تجيء فتأخذ فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإذا رأيتها فقل باسم الله أجيب رسول الله قال فجاءت فقال لها فأخذها فقالت إني لا أعود فأرسلها فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك قال أخذتها فقالت إني لا أعود فأرسلتها فقال إنها عائدة فأخذتها مرتين أو ثلاثا كن ذلك تقول لا أعود وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول ما فعل أسيرك فأقول أخذتها فتقول لا أعود فيقول إنها عائدة فأخذتها فقالت أرسلني وأعلمك شيئا تقول فلا يقربك شيء آية الكرسي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال فدقت وهي كذب ورواه الترمذي في فضائل القرآن عن بندار عن أبي أحمد الزبير به وقال حسن غريب والغول في رغبة العرب الجام إذا تبدى في الليل وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة فقال في كتاب فضائه القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبن يسى من صحيحه قال أثمان بن هيثم أبو عمر حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان فأتاني آت فجعل يحفظ من الطعام فأخذته وقلت أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج علي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قال قلت يا رسول الله شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته وخليت سبيله قال أنا إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرسته فجاء يحفو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج علي عيال لا أعود فرحمته وخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكى حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أنا إنه قد كذبك وسيعود فرصدته الثالثة فجاء يحفو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود فقال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها قلت يا مرية قال إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيلا فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفع الله بها فخليت سبيلا قال ما هي قال لي إذا آويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي من يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح وكانوا أحرص شيء على الخير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه صدقك وهو كذوب تعلم من تخاطب من ثلاث ليالي يا أبا هريرة قلت لا قال ذاك شيطان كذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزء وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب عن عثمان بن هيثم فذكره وقد روي من وجه آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذا فقال الحافظ أبو ذكر ابن مردويه في تفسيره حدثنا محمد بن عبد الله ابن عمرويه الصفار حدثنا أحمد بن زهير بن حرب أنبأنا مسلم بن إبراهيم أنبأنا إسماعيل بن مسلم العبد أنبأنا أبو المتوكل الناجي أن أبا هريرة كان معه مفتاح بيت الصدقة وكان فيه تمر فذهب يوما ففتح الباب فوجد التمر قد أخذ منه من أكث ودخل يوما آخر فإذا قد أخذ منه من أكث ثم دخل يوما آخر ثالثا فإذا قد أخذ منه مثل ذلك فشكى ذلك أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تحب أن تأخذ صاحبك هذا قال نعم قال فإذا فتحت الباب فقل سبحان من سخرك محمد فذهب ففتح الباب فقال سبحان من سخرك محمد فإذا هو قائم بين يديه قال يا عدو الله أنت صاحب هذا قال نعم دعني فإني لا أعود ما كنت آخذا إلا لأهل بيت من الجن فقراء فخلى عنه ثم عاد الثانية ثم عاد الثالثة فقلت أليس قد عاهدتني أن لا تعود لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجن صغير ولا كبير ذكر ولا أنثى قال له لتفعلم قال نعم قال ما هن قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم قرأ آية الكرسي حتى ختمها فتركه فذهب فلم يعد فذكر ذلك أبو هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما علمت أن ذلك كذلك وقد رواه النسائي عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعير بن حرب عن إسماعيل بن مسلم عن أبو المتوكل عن أبي هريرة به وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضا فهذه ثلاث وقائع قصة أخرى قال أبو عبيد في كتاب غريب حدثنا أبو معاوية عن أبي عاصم الثقف عن الشعبي عن عبد الله بن سعود قال خرج رجل من الإنس فلقيه رجل من الجن فقال هل لك أنت صارعا فإن صرعتني علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان فصارعه فصرعه فقال إني أراك دئيلا شخيطا كأن ذراعيك ذراعا كلب أفهكذا أنتم أيها الجن كلكم أم أنت من بينهم فقال إني بينهم لذريع فعاودني فصارعه فصرعه الإنسي فقال تقرأ آية الكرسي فإنه لا يقرأها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان وله خيخ كخيخ الحمار فقيل لبن سعود أهو عمر فقال من عسى أن يكون إلا عمر قال أبو عبيد الضئيل محيف الجسم والخيخ بالخاء المعجنة ويقال بالحاء المهملة الدراط حديث آخر عن أبي هريرة قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه حدثنا علي بن حشاد حدثنا بشر بن نيوسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثني حكيم بن جبير الأسدي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة البقرة فيها آية سيدة آي القرآن لا تقرأ في البيت فيه شيطان إلا خرج منه آية الكرسي وكذا رواه من طريق آخر عن زائدة عن حكيم بن جبير ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه كذا قال وقد رواه الترمذي من حديث زائدة ولفظه لكل شيء سمام وسنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن آية الكرسي ثم قال غريب لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير وقد تكلم فيه شعبة وضعفه قلت وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة وتركه ابن مهدي وكذبه السعدي حديث آخر قال ابن مردويه حدثنا عبد الباق بن نافع أخبرنا عيسى بن محمد المرزي أخبرنا عمر بن محمد البخاري أخبرنا عيسى بن نوسى غنجار عن عبد الله بن كيسان حدثنا يحيى أخبرنا يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب أنه خرج ذات يوم إلى الناس وهو سماطات فقال أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن فقال ابن مسعود على الخبيل سقط سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعظم آية في القرآن الله لا إله إلا هو الحي القيوب حديث آخر في اجتماله عن اسم الله الأعظم قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن بكير أنبأنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هاتين الآيتين الله لا إله إلا هو الحي القيوب وألف لا من يوم الله لا إله إلا هو الحي القيوب إن فيهنا اسم الله الأعظم وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذي عن علي بن خشرة وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيدة ثلاثتهم عن عيسى بن يونس عن عبد الله بن أبي زياد به وقال الترمذي حسن صحيح حديث آخر في لعنى هذا عن أبي أمامة رضي الله عنه قال ابن مردوي أخبرنا عبد الله بن نمير أخبرنا إسحاق بن إبراهين بن إسماعيل أخبرنا هشام بن عمار أنبأنا الوليد بن مسلم أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زيد أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة سيرفعه قال إسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سورة البقرة وآل عمران وطاها وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق أما البقرة فالله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي آل عمران ألف لامين الله لا إله إلا هو الحي القيوم وفي طاها وعنت النجوه للحي القيوم حديث آخر عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة قال أبو بكر ابن مردوي حدثنا محمد بن محرز ابن يناور الآدمي أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن أخبرنا الحسن بن بش بطرسوس أخبرنا محمد بن حمير أخبرنا محمد بن زياد عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسي لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن الحسن بن بشر به وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث محمد بن حمير وهو الحمص من رجال البخاري أيضا فهو إسناد على شرط البخاري وقد زعن أبو الفرج بن الجوزي أنه حديث موضوع والله أعلم من فضلك تابع بقية المادة بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطفة أن تقدم لكم هذه المادة تفسير سورة البقرة لابن كثير وقد روى ابن مردويه من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث ولكن في إسناد كل منهما ضعف وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن الحسن ابن زياد المقر أخبرنا يحيى ابن داستويه المرزي أخبرنا زياد بن إبراهيم أخبرنا أبو حمزة السكري عن المثنى عن قتادة عن الحسن عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله إلى موسى ابن عمران عليه السلام أن اقرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة فإنه من يقرأها في دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له قلب الشاكرين ولسان الذاكرين وثواب النبيين وأعمال الصديقين ولا يواغب على ذلك إلا نبي أو صديق أو عبد انتحنت قلبه للإيمان أو أريد قتله في سبيل الله وهذا حديث منكر جدا حديث آخر في أنها تحفظ من قرأها في أول النهار وأول الليل قال أبو عيسى التلمذي حدثنا يحيى ابن مغيرة أبو سلمة المخزوم المدين أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الرحمن الملك عن زرارة ابن مصعب عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حامل المؤمن إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح حفظ بهما حتى يمسي ومن قرأهما حين يمسي حفظ بهما حتى يصبح ثم قال هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مليكة المليكي من قبل حفظه وقد ورد في فضلها أحاديث أخر تركناها اختصارا لعدم صحتها وضع في أسانيبها كحديث علي في قراءتها عند الحجامة أنها تقوم مقام حجامتين وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد اليسرى بالزعفران سبع مرات وتلحس للحفظ وعدم النسيان أوردهما إبو مردويه وغير ذلك وهذه الآية مستملة على عشر جمل مستقلة فقوله الله لا إله إلا هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق الحي القيوم أي الحي في نفسه الذي لا يموت أبدا القيم لغيره وكان عمر يقرأ القيام فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو ظلي عنها ولا قوام لها بدون أمره كقوله ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم أي لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه بل هو قائم على كل نفس بما كسبه شهيد على كل شيء لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه خافية ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله لا تأخذه أي لا تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس ولهذا قال ولا نوم لأنه أقوى من السنة وفي الصحيح عن أبي موسى قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض الكست ويرفعه يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من تهى إليه بصره من خلقه وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر أخبر من حكم بن أبان عن عكرمة مولى بن عباس في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم أن موسى عليه السلام سأل الملائكة هل ينام الله عز وجل فأوحى الله تعالى إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثا فلا يتركوه ينام ففعلوا ثم أعطوه قارورتين فأمسكهما ثم تركوه وحظوه أن يكسرهما قال فجعل ينعس وهما في يده في كل يد واحدة قال فجعل ينعس وينبه وينعس وينبه حتى نعس نعسة فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما قال معمر إنما هو مثل ضربه الله عز وجل يقول فكذلك السماوات والأرض في يده وهكذا رواه بن جرير عن الحسن بن يحيا عن عبد الرزاق فذكره وهو من أخبار بن إسرائيل وهو مما يعلم أن موسى عليه السلام لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله عز وجل وأنه منزف عنه وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه بن جرير حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبانة عن عكرمة عن أبي هريرة قال سيئت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي عن موسى عليه السلام على المنبر قال وقع في نفس موسى هل ينام الله فأرسل إليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ بهما قال فجعل ينام وكادت يداه يلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى حتى نام نومة فاستفقت يداه فانكسرت القارورتان قال ضرب الله عز وجل مثلا أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض وهذا حديث غريب جدا والأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع والله أعلم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن القاسم ابن عطية حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدستكي حدثني أبي عن أبيه حدثنا أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبن نغيرة عن سعيد بن جذير عن ابن عباس عن نبن إسرائيل قالوا يا موسى هل ينام ربك قال اتقوا الله فناداه ربه عز وجل يا موسى سألوك هل ينام ربك فقض زجاجتين في يديك فقل الليلة ففعل موسى فلما ذهب من الليل ثلث نعس فوقع على رقبته ثم انتعش فضبطهما حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا فقال يا موسى من كنت أنام لسقطت السماوات والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان في يديك فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم آية الكرسي وقوله له ما في السماوات وما في الأرض إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاه وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه كقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعته شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وكقوله ولا يشفعون إلا لمن اغتضى وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر أحد على أن يشفع لأحد عنده إلا بإذنه له في الشفاعة كما في حديث الشفاعة آتي تحت العرش فأخر ساجدا فيدعوني فيدعوني ما شاء الله أن يدعني ثم قال ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع قال فيحب لي حدا فأدخلهم الجنة وقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات ماضيها وحاضرها ومستقبلها كقوله إخبارا عن الملائكة وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا وقوله ولا يحيط لنه شيء من علمه إلا بما شاء أي لا يطلع أحد من علم الله على شيء إلا بما أعلمه الله عز وجل وأطلعه عليه ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعه من الله عليه كقوله ولا يحيطون به علما وقوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد من الأشج حدثنا ابن إدريس عن مطرف ابن طريف عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله ابن إدريس وهشايد كلاهما عن مطرف ابن طريف به قال ابن أبي حاتم ورؤي عن سعيد ابن جبير مثله ثم قال ابن جرير وقال آخرون الكرسي ووضع القدمين ثم رواه عن أبي نوسى والسدي والضحاك ومسلم البطين وقال شجاع ابن مخمد في تفسيره أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض قال كرسيه موضع قدمي والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر ابن مردوي من طريق شجاع ابن نخلب الفلاس فذكره وهو غلط وقد رواه وكيع في تفسيره حدثنا سفيان عن عمار الذهبي عن نسلم البطين عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد القدرة وقد رواه الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبوب عن محمد بن معاذ عن أبي عاصم عن سفيان وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس موقوفا مثله وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم ابن ظهير الفزاني الكوفي وهو متروك عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا ولا يصح أيضا وقال السدي عن أبي مالك الكرسي تحت العرش وقال السدي السماوات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش وقال الضحاك عن ابن عباس لو أن السماوات السبعة والأرضين السبعة بسطنا ثم وصلنا بعضهما إلى بعض ما كنا في ساعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم وقال ابن جرير حدثني يونس أخضر ابن وهب قال قال ابن زيد حدثني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهما سبعة ألقيت في ترس قال وقال أبو ذر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهراني فلاة من الأرض وقال أبو ذكر ابن وردوي أخبرنا سليمان ابن أحمد أخبرنا عبد الله ابن وهيد المقر أخبرنا محمد ابن يسر العسقلاني أخبرنا محمد ابن عبد الله التميمي عن القاسم ابن محمد الثقفي عن أبي إبريس الخولاني عن أبي ذر الغفاري أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات السبع والأربون السبع عند الكرسي إلا كحلقة من قاتل بأرض الفلاة وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة وقال وقال الحافظ أبي على الموصل في مسنده حدثنا زهير حدثنا ابن أبي بكر حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يدخل من الجنة قال فعظم الرب تبارك وتعالى وقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإن له أطيطا كأطيط الرحم الجديد من ثقله وقد رواه الحافظ البزار في مسنده المشهور وعبد ابن حميد وابن جرير في تفسيريهما والطبراني وابن أبي عاصم في كتاب السنة لهما والحافظ الضياء في كتابه المختار من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عدد الله ابن خليفة وليس بذاك المشهور وفي سماعه من عمر نظر ثم منهم من يرويه عنه عن عمر موقوفا ومنهم من يرويه عنه مرسلا ومنهم من يزيد في نتنه زيادة غريبة ومنهم من يحذفها وأغرب من هذا حديث ذبير بن مطعم في صفة العرش كما رواه أبو داود في كتابه السنة من سننه والله أعلم وقد روا ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة لفصل القضاء والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآية وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي عندهم هو الفلك الثاني وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك التاسع وهو الفلك الأثير ويقال له الأطلس وقد رد ذلك عليهم آخرون وروا ابن جليل من طريق جويبر عن الحسن البصري أنه كان يقول الكرسي هو العرش والصحيح أن الكرسي غير العرش والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار وقد اعتمد ابن جليل على حديث عبد الله ابن خليفة عن عمر في ذلك وعندي في صحته نظر والله أعلم وقوله ولا يؤده حفظهما أي لا يثقله ولا يكترثه حفظ السماوات والأرض ومن فيهما ومن بينهما بل ذلك سهل عليه يسير لديه وهو القائم على كل نفس بما كسب الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغني الحميد الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم لا إله غيره ولا رب سواه فقوله وهو العلي العظيم كقوله وهو الكبير المتعال وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح أمروها كما جاءت من غير تكيف ولا تشبيه لا إكراه في الدين خد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة المثقى لانفصام لها والله سميع عليم يقول تعالى لا إكرام في الدين أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الإسلام فإنه بيّن واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بيّنه ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقصورا وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في قوم من الأنصار وإن كان حكمها عاما وقال ابن جرير حدثنا ابن يسار حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس قال كانت المرأة تكون مقلاة فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بن النظير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وقد رواه أبو داود والنسائي جميعا عن بن دار به ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه وقد رواه ابن أبي حاتم وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة به وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم أنها نزلت في ذلك وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد الجرش عن زيد بن ثابت عن عكرمة أو عن سعيد عن ابن عباس قوله لا إكراه في الدين قال نزلت في رجل من الأنصار من بن سالم بن عوف يقال له الحسين كان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلم فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أستكذ هما فإنهما قد أبيا إلا النصرانية فأنزل الله فيه ذلك رواه ابن جمير وروا السدي نحو ذلك وزاد وكان قد تنصر على أيدي تجار قدل من الشام يحنون زبيبا فلما عزنا على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكياهما وطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث في آثارهما فنزلت هذه الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا عمر بن عوف أخبرنا شريك عن أبي هلال عن أسبق قال كنت في دينهم مملوكا نصرانيا لعمر بن الخطاب فكان يعرض علي الإسلام فآبي فيقول لا إكراه في الدين ويقول يا أسبق لو أسلمت لستعنى بك على بعض أمور المسلمين وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على أهل الكتاب ومن دخل في دينهم قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية وقال آخرون بل هي منصوخة بآية القتال وأنه يجب أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف دين الإسلام فإن أبى أحد منهم الدخول فيه ولم ينقض له أو يبذل الجزية قوتل حتى يقتل وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلون أو يسلمون وقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغنب عليهم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتل الذين ينون من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وفي الصحيح عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل يعني الأسار الذين يقدم بهم بلاد الإسلام في المثاق والأغلال والقيود والأكبال ثم بعد ذلك يسلمون وتصلح أعمالهم وصرائهم فيكونون من أهل الجنة فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد حدثنا يحيى عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم قال إني أجدني كارها قال وإن كنت كارها فإنه ثلاثي صحيح ولكن ليس من هذا القبيل فإنه لم يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام بل دعاه إليه فأخبره أن نفسه ليست قابلة له بل يكارها فقال له أسلم وإن كنت كارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص وقوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوفقى لانفصام لها والله سميع عليم أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة من عبادة كل ما يعبد من دون الله ووحد الله فعبده وحده وشهد أن لا إله إلا هو فقد استمسك بالعروة الوثقى أي فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم قال أبو القاسم البغوي حدثنا أبو روحي من بلدي حدثنا أبو الأحوص سلام ابن سليم عن أبي إسحاق عن حسان هو ابن قائد العبسي قال قال عمر رضي الله عنه إن الجبتة السح والطاغوت الشيطان وإن الشجاعة والجبنة غرائز تكون في الرجال يقاتل الشجاء عن من لا يعرف ويفر الجبان من أمه وإن كرم الرجل دينه وحسبه خلقه وإن كان فارسيا أو مبطيا وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث الثوري عن أبي إسحاق عن حسان بن قائد العبسي عن عمر فذكر ومعنى قوله في الطاغوت إنه الشيطان قوي جدا فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها وقوله فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها أي فقد استمسك من الدين بأقوى سبب وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا تنفصل هي في نفسها محكمة مبرمة قوية وربتها قوي شديد ولهذا قال فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها الآية قال مجاهد العروة الوثقى يعني الإيمان وقال السدي هو الإسلام وقال سعيد بن ذبي والضحاك يعني لا إله إلا الله وعن أنس بن مالك العروة الوثقى القرآن وعن سالم ابن أبن جع قال هو الحب في الله والبغض في الله وكل هذه الأقوال صحيحة ولا تنافي بينها وقال معاذ بن جبل في قول لانفصام لها دون دخول الجنة وقال مجاهد وسعيد بن جبير فقد استمسك بالعروة الوثقى لانفصام لها ثم قرأ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وقال الإمام أحمد أنبأنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن عوف عن محمد بن قيس بن عبادة قال كنت في المسجد فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فصلى ركعتين أوجز فيهما فقال القوم هذا رجل من أهل الجنة فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله فدخلت معه فحدثته فلما استأمس قلت له إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لما إني رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسستها عليه رأيتك أني في رودة خضراء قال ابن عود فذكر من خضرتها وسعتها وفي وسطها عمود حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل له اصعد عليه فقلت لا أستطيع فجاءني منصف قال ابن عام هو الوصيف فرفع ثيابي من خلفي فقال اصعد فصعدت حتى أخذت بالعروة فقال استمسك بالعروة فاستيقفت وإنها لفي يدي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسستها عليه فقال أما الروضة فروضة الإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فهي العروة الوثقى أنت على الإسلام حتى تموت قال وهو عبد الله ابن سلام أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عود فقمت إليه من فضلك تابع بقية المادة وأخرجه البخاري من وجه آخر عن محمد بن سيري نبي بريق أخرى وسياق آخر قال الإمام أحمد أنبأنا حسن بن موسى وعثمان قال أنبأنا حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن المسيب بن رافع عن خرشة بن الحر قال قدمت المدينة فجلست إلى مشيخة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فجاء شيخ يتوكأ على عصاله فقال القوم من صره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقلت له قال بعض القوم كذا وكذا فقال الجنة لله يدخلها من يشاء وإني رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا كأن رجلا أتاني فقال انطلق فذهبت معه فسلك بي منهجا عظيما فعرضت لي طريق عن يساري فأردت أن أسلكها فقال إنك لست من أهلها ثم عرضت لي طريق عن يميني فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق فأخذ بيدي فدحا بي فإذا أنا على ذروته فلم أتقار ولم أتناسك فإذا عمود حديد في ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فدحا بي حتى أخذت بالعروة فقال استنسك فقلت نعم فضرب العمود برجله فاستنسك بالعروة فقصستها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رأيت خيرا أما المنهج العظيم فالمحشر وأما الطريق التي عربت عن يسارك فطريق أهل النار ولست من أهلها وأما الطريق التي عربت عن يمينك فطريق أهل الجنة وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداء وأما العروة التي استمسكت بها فعروة الإسلام فاستمسك بها حتى تموت قال فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة قال وإذا هو عبد الله ابن سلام وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان وابن ماجة عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن نوسى الأشيب كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن سليمان بن نسهر عن خرشة بن الحر الفزاري به الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع ردوانه سبل السلام فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المدين السهم المنير وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان يزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر والإفك أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة كما قال وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وقال تعالى وجعل الظلمات والنور وقال تعالى عن اليمين وعن الشمال إلى غير ذلك من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن ميصرة حدثنا عبد العزيزي ابن أبي عثمان عن يوسى بن عبيدة عن أيوب بن خالد قال يبعث أهل الأهواء أو قال تبعث أهل الفتن فمن كان هواه الإيمان كانت فتنته بيضاء مضيئة ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة ثم قرأ هذه الآية الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النارهم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أم آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فببت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين هذا الذي حاج إبراهيم في ربه هو ملك بابل نمرود بن كنعان بن كوش ابن سام ابن نوح ويقال نمرود ابن فالخ ابن عابر ابن شالح ابن أرفخ شذ ابن سام ابن نوح والأول قول مجاهد وغيره قال مجاهد وملك الدنيا ومشارقها ومغاربها أربعة مؤمنان وكافران فالمؤمنان سليمان بن داود وذن قرنيذ والكافران ممرود وبخت نصر والله أعلم ومعنى قوله ألم ترى أي بقلبك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أي وجود ربه وذلك أنه أنكر أن يكون سم إله غيره كما قال بعده فرعون لملأه ما علمت لكم من إله غيري وما حمله على هذا الطهيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبره وطول مدته في الملك وذلك أنه يقال أنه مكث أربعمائة سنة في ملكه ولهذا قال أن آتاه الله الملك وكان طرب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذي يدعو إليه فقال إبراهيم رب الذي يحيي ويميه أي إنما الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها وعدمها بعد وجودها وهذا دليل على وجود فاعل المختار ضروة لأنها لم تحدث بنفسها فلابد لها من موجد أوجدها وهو الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له فعند ذلك قال المحاج وهو النمرود أنا أحيي وأميت قال قتابه ومحمد بن إسحاق والسدي وغير واحد وذلك أني أوتي بالرجلين قد استحقا القتل فآمر بقتل أحدهما فيقتل وآمر بالعفو عن الآخر فلا يقتل فذلك معنى الإحياء والإناتة والظاهر والله أعلم أنه ما أراد هذا لأنه ليس جوابا لما قال إبراهيم ولا في معناه لأنه غير مانع لوجود الصانع وإنما أراد أن يدعي لنفسه هذا المقام عنادا ومكابرة ويوهم أنه الفاعل لذلك وأنه هو الذي يحيي وينيت كما اقتدى به فرعون في قوله ما علمت لكم من إله غيري ولهذا قال له إبراهيم لما ادعى هذه المقابرة فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب أي إذا كنت كما تدعي من أنك تحيي وتميت فالذي يحيي وينيته والذي يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق فإن كنت إلها كما ادعيت تحيي وتميت فأتي بها من المغرب فلما علم عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام بهتة أي أخرسة فلا يتكلم وقامت عليه الحجة قال الله تعالى والله لا يهدي القوم الظالمين أي لا يلهمهم حجة ولا برهانا بل حجتهم ذاحدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين أن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام الثاني انتقال من دميل إلى أوضح منه ومنهم من قد يطلق عبارة ترديه وليس كما قالوا بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثاني ويبين بطلان ما ادعاه نمرود في الأول والثاني ولله الحمد والمنة وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار ولم يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة وروا عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يغدون إليه للميرة فوفد إبراهيم في جلة من وفد للميرة فكان بينهما هذه المناظرة ولم يعطي إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج وليس معه شيء من الطعام فلما قرب من أهله عمد إلى كثير من التراب فملأ منه عدلي وقال أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام فقامت امرأته سارة إلى العدلي فوجدتهما ملآلين طعاما طيبا فعملت طعاما فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه فقال أما لكم هذا قالت من الذي جئت به فعلم أنه رزق رزقه من الله عز وجل قال زيد بن أسلم وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله فأبى عليه ثم دعاه الثامية فأبى ثم الثالثة فأبى وقال اجمع جموعك وأجمع جموعي فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس وأرسل الله عليهم بابا من البعوب بحيث لم يروا عين الشمس وصلتها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاما بادية ودخلت واحدة منها في منخرى الملك فمكفت في منخرى الملك أربعمائة سنة عذبه الله بها فكان يضرب برأسه بالمرازب في هذه المدة حتى أهلكه الله بها مواصل قراءة تفسير سورة البقرة من قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أرشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كن لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير تقدم قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه وهو في قوة قوله هل رأيت مثل الذي حاج إبراهيم في ربه ولهذا عطف عليه بقوله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها اختلفوا في هذا المر من هو فروى ابن أبي حاتم عن عصام بن داود عن آدم بن أبي إياس عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ناجية بن كام عن علي بن أبي طالب أنه قال هو عزير ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس والحسن وقتابة والسدي وسليمان بن بريدة وهذا القول هو المشهور وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد هو أرنيا ابن حلقيا قال محمد بن إسحاق عن من لا يتهم عن وهب بن منبه أنه قال هو اسم الخضر عليه السلام وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال سمعت سليمان ابن محمد اليسار الجاري من أهل الجاري ابن عم مطرف قال سمعت سلمان يقول إن رجلا من أهل الشام يقول إن الذي أماته الله لأتعامل ثم بعثه اسمه حسقيل ابن بوار وقال مجاهد بن جبر هو رجل من بني إسرائيل وعما القرية فالمشهور أنها بيت مقدس مر عليها بعد تخريب بخت نصر لها وقتل أهلها وهي خاوية أي ليس فيها أحد من قولهم خوة الدار تخوى خويا وقوله على أروشها أي ساقطة ثقوفها وجدرانها على عرصاتها فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة وقال أما يحيي هذه الله بعد موتها وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه قال الله تعالى فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته وتكامل ساكنوها وتراجع بني إسرائيل إليها فلما بعثه الله عز وجل بعد موته كان أول شيء أحيى الله فيه عينيه لينظر بهنا إلى صنع الله فيه كيف يحيي بذنه فلما استقل سويا قال قال الله له أي بواسطة الملك كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم فقال أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتير وعصير فوجده كما تقدم لم يتغير منه شيء لا العصير استحال ولا التين حمض ولا أنتنا ولا العنب نقص وانظر إلى حمارك أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر ولنجعلك آية للناس أي دليلا على المعاد وانظر إلى العظام كيف ننشزها أي نرفعها فيركب بعضها على بعض وقضى الحاكم في مستدركه من حديث نافع ابن أبي نعيم عن إسماعيل ابن حكيم عن خارجة ابن زيد ابن ثابت عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ كيف ننشزها بالزايد ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقرأ ننشرها أي نحييها قاله مجاهد ثم نكسوها لحمة وقال السبي وغيره تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا فنظر إليها وهي تلوح من بياضها فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم عليها ثم كساه الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا وبعث الله ملكا فنفخ في من خري الحمار فنهق كله بإذن الله عز وجل وذلك كله بمرأ من العزير فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال أعلم أن الله على كل شيء قدير أي أنا عالم بهذا وقد رأيته عيانا فأنا أعلم أهل زماني بذلك وقرأ آخرون قال اعلم على أنه أمر له بالعلم وإذ قال إبراهيم رب أرم كيف تحرم موتا قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام أسبابا منها أنه لما قال للمنور ربي الذي يحي ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين بذلك إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فقال ربي أرمي كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فأما الحديث الذي رواه البخاري عند هذه الآية حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبر من يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أري كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي وكذا رواه يسلم عن حرملة بن يحيا عن وهب به فليس المراد هاهنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها قال من راجع الكتاب في الهامش هنا بياد بالنسخ التي بأيدينا ونذكر ما قاله البغوي إتناما من فائدة قال حكى محمد بن إسحاق بن خزينة عن أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني أنه قال على هذا الحديث لم يشك النبي صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم في أن الله قادر على أن يحيي الموت وإنما شك في أنه هل يجيبهما إلى ما سأل وقال أبو سليمان الخطاب ليس في قوله نحن أحق بالشك من إبراهيم اعتراف بالشك على نفسه ولا على إبراهيم لكن فيه نفي الشك عنهما يقول إذا لم أشك أنا في قدرة الله تعالى على إحياء الموتى فإبراهيم أولى بأن لا يشك وقال ذلك على سبيل التواضع والهضم من النفس وكذلك قوله لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي وفيه الإعلام أن المسألة من إبراهيم عليه السلام لم تعترض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيام فإن العيام يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده لاستدلال وقيل لما نزلت هذه الآية قال قوه شك إبراهيم ولم يشك نبينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القيوم تواجعا منه وتقديما لإبراهيم على نفسه انتهى ما في الهامش ونواصل قراءة نص بن كثير وقيله قال فخذ أربعة من الطير فصر هلن إليك اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي وإن كان لا طائل تحت تعيينها إذ لن كان في ذلك مهم منص عليه القرآن فروي عن ابن عباس أنه قال هي الغرنوق والطاووس والديك والحمامة وعنه أيضا أنه أخذ وزا ورألا وهو فرخ النعام وديكا وطاووسا وقال مجاهد وعكرمة كانت حمامة وديكا وطاووسا وغرابة وقال فصرهن إليك أي وقطعهن قاله ابن عباس وإكرمة وسعيد ابن جبير وأبو مالك وأبو الأسود الدؤني ووهد ابن منبه والحسن والسدي وغيرهم وقال العوفي عن ابن عباس فصرهن إليك ألفقهن فلما ألفقهن ذبحهن ثم جعل على كل جبل منهن جزءا فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن ثم قطعهن ونتفريشهن ومزقهن وخلط بعضهن ببعض ثم جزأهن أجزاء وجعل على كل جبل منهن جزءا قيل أربعة أجبل وقيل سبعة قال ابن عباس وأخذ وؤوسهن بيده ثم أمره الله عز وجل أن يدعوهن فدعاهن كما أمره الله عز وجل فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش والدن إلى الدن والنحن إلى النحن والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض حتى قام كل طائر على حدته وأتي له ينشين سعيا ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألها وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد إبراهيم عليه السلام فإذا قدم له غير رأسه يأباه فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله وقوته ولهذا قال واعلم أن الله عزيز حكيم أي عزيز لا يغلبه شيء ولا يمتنع من شيء وما شاء كان بلا ممانع لأنه القاهر لكل شيء حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب في قوله ولكن ليطمئن قلبي قال قال ابن عباس ما في القرآن آية أرجى عندي منها وقال ابن جرير حدثني محمد بن المثمى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت زيد بن علي يحدث عن رجل عن سعيد بن المسيب قال اتفق عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن العاص أن يجتمع قال ونحن شببة فقال أحدهما لصاحبه أي آية في كتاب الله أرجى عندك لهذه الأمة فقال عبد الله بن عمر قول الله تعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الآية فقال ابن عباس أنا إن كنت تقول هذا فأنا أقول أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي من فضلك تابع بقية الماد شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر